أهلا بكل جماهير النادي الآلي في كل مكان وحلقة خاصة واستثنائية جدا من الآلي خط أحمر أهلا بك فارس مبروك الحداشر في الجزيرة أهلا بك وسامة والحمد لله عملها النادي الآلي وزي ما قلنا لكم الأسبوع اللي فات لو مش هيعملها الآلي مين هيعملها ولو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا ليها أكتر من بداية والبداية دايما بتكون مع وقع للنادي الآلي لأن النادي الآلي هو النادي اللي عنده القدرة على أنه يحول الانكسار لانتصار تعال نقول لكم بداية حكاية نبدأ من اتس نوت فير اللي اتقالت في 30 مايو 2022 بعد الأحداث والملابسات اللي صحبت بطولة أفريقيا والنهائي ما بين الأهلي والوداد البيضاء والمغربي من مباراة واحدة وتقالت لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي في لحظة ضعف أمام كل عشاق قرة القدرة الأفريقية ولحظة قوة من رئيس النادي الآلي في وقت الانكسار الانكسار اللي تحول وابتدت حلم الحداشر وياريت كمان تجيلنا من المغرب ياريت كمان تجيلنا من نفس الملعب بنفس الجيل يمكن اختلف الموديل الفني ولكن كان في عوامل كتير سابتة من ضمن العوامل دي أيضا جماهير للنادي الآلي إلا حضرتكم شفتوا احتفالاتها اللي دائما وابدا جماهير النادي الآلي هي رقم واحد في المعادلة هي اللي بتقدر تعجل من قصة بسرعة تتحول من الانكسار للانتصار كانت بداية اه كان فيه وقع اكيد خسران بطولة نهائي لكن وصلت في النهاية انك تحقق البطولة في بداية تانية اه في بداية تانية كانت على مدار مشوار البطولة ان انت تفقد ثلاث نقاط في دور المجموعات ولكن كانت الهزيمة قاصية جدا خمسة اتنين هزيمة كانت صعبة صعبة على الجميع ردود افعال كانت صعبة على الجميع ولكن قدر النادي الاهلي ان هو يحول لحظة الانكسار دي لحظة انتصار لحظة انتصار لما جات لك الفرصة تكون في اقدامك ان انت تواجه الهلال السوداني تفوز تسعد فلما تجيلك الفرصة للمرة التانية الاهلي ما بيجليش الفرصة قدرت تفوز بسلسية نظيفة مش بس كده انت وجهت فريق الرجاء في دور التمانية الفريق الاكثر تسجيلا للاهداف في دور المجموعات على مستوى كل المجموعات حرمته من انه يسجل في مرماك وتخطيت فريق الرجاء عشان تقابل فريق الترجل التونسي في الدور نصف النهائي عشان تبين معدنك وتقول انا هوصل للنهائي بجدارة واستحقاق هفوز في تونس باكبر نتيجة بين النادي الاهلي والترجل التونسي في تونس هزيمة للترجل التونسي باقدام لعيبي النادي الاهلي 3-0 ثم تيجي تضمن التأهل بهدف لحسين الشحات ولما حسين الشحات يسجل في الدور نصف النهائي برضو دي لها حكاية على طول البطولة بتكون في المباراة النهائية ولكن ماشي في المباراة النهائية وفي مباراة الزهاب وبتسجل هدفين وقادر ان انت تضمن خلاص البطولة بشكل واضح جدا فيجي لك هدف برضو حسسك ببعض الانكسار برغم ان انت فايز فتتعامل على مدار اسبوع بافضل تعامل زي ما تعملت بعد مباراة ساندونس افضل تعامل وقدرت تصل للمباراة النهائية وتجيب المدالية الزهابية لانك رفضت ان انت ترجع بالمدالية الفضية لما كان الموضوع اتسنت فير الجيم كله الجيم كله اللي كان بيتلاعب مع النادي الاهلي البطولة الماضية كان ام فير بالفعل ولكن النادي الاهلي اللي قدر يحول الحكاية من انتصار لانتصار وده فارس طبيعة النادي الاهلي اللي مهما مهما وقع له الف والف اومة ليه مليون قومة ويمكن بدأنا بالأغاني وسبحان الله هي مكملة برضو بالأغاني لأن أنا حب أقول الشعر في الحلوين والأهلي أقوله يا حلو في عيونه النادي الأهلي اللي عملوا البطولة ده خلاني أرجع وأفتكر لما قلتلكو هنا إيه يا أهلي أنت ده إيه اللي أنت عامله ده إيه اللي الأهلي بيعمله ده جماعة النادي الأهلي بيكسر كل الممكن وكل المنطقي النادي الأهلي يغرد خارج سرب المنطق شوف الحالة اللي فيها مصر شوف الحالة اللي فيها الأهلوية على مدار أسبوع البهجة في الشوارع البهجة في البيوت الناس حاسين أن النادي الأهلي ادهم حاجة كانوا محتاجينها زمان والواحد صغير كان يسمع كده جملة بتتقال العقدة التونسية العقدة المغربية العقدة الجزائرية ولكن مع النادي الأهلي ما فيش عقدة وإنت مشجع للنادي الأهلي افخر لأن ما فيش حاجة اسمها عقدة وإنت مشجع للنادي الأهلي أنت العقدة أنت عقدة الجميع تيجي تشوف بطولات النادي الأهلي 11 بطولة أكتر من ضعف أقرب منافس ليه تيجي تشوف النادي الأهلي بيحقق بطولات أكتر من كل بطولات دوري أبطال أفريقيا للفرق المغربية مجتمع سبع بطولات حققوا أكتر من كل بطولات الفرق التونسية والكونجولية مجتمعين ست بطولات أكتر من كل بطولات الفرق الجزائرية مجتمع خمس بطولات مين اللي عمل ده أنت فوزي لغجع في يوم كان عنده حلم قال فيه أن انتهى احتكار النادي الأهلي وبدأ عصر الأندية المغربية بس وهو بيقول كده نسي يبص في تاريخ النادي الأهلي نسي يفتكر أن فيه غول فيه بعبع فيه كبير للقرة اسمه النادي الأهلي ومع النادي الأهلي أحلامك مجرد أوهاب بتيجي بعد مباراة ساندونز في 2019 أنا برجع بيجلس زمن في 2019 بعد الهزيمة دي وفي وقت فريقك فيه مش في أحسن حال وخسران نهائيين قبلها وعندك مدرب زي لازارتي تيجي تقول هتاخد 3-4 سنين كل الفرق الأفريقية مرتاحة من النادي الأهلي لا دا الأربع سنين دول اللي بعدها انت بتلعب فيهم أربع نهائيات بتحقق ثلاثة منهم واللي بتتحرم منها كانت في ظروف غير عادلة مين يعمل دا؟ النادي الأهلي محدش تاني في 2019 اتكررت بعدها السنة دي وبتخسر بخمسية من سن داونز الناس تقول خلاص نستنى نشوف الأهلي حيرجع إمتى؟ بترجع في نفس البطولة بتحقق أكبر فوز في تاريخك على أي فريق إفريقي على القطن في الكاميرون بتحقق أكبر فوز وأكبر خصالة للترجي في قلب ملعبه بسلسية بتكسب وداده بتكسب رجاءه بترجع من المغرب بالبطولة مين اللي يعمل دا؟ الأهلي وبس باع باع إفريقيا بجد يا أساني بالتأكيد يا فارس يعني حاجة عظيمة جدا وده اللي احنا دايما بنقوله وكواعد اللي أبعرفينها الفوز ما ينفعش نغفل أي حد جماهير النادي الأهلي دايما وأبدا في كل الأوقات موجودة ولكن أيضا مجلس إدارة يستحق الثناء ويستحق التقدير ويستحق الإشادة جهاز فني قدر أنه يعبر من كبوات حصلت داخل الموسم وحول انكسارها لانتصارات في سرعة غير طبيعية أنت بتتكلم من سانداونز للقطن الكاميروني ما كملتش أسبوع قدرت أن أنت ترجع الفريق في الأسبوع دا أنت بتتكلم في مرات ذهاب لمرات عودة أسبوع قدرت أن أنت تحفز الفريق دا أنه يجيب البطولة من الفريق اللي كان واخد منك البطولة السنة الماضية والكلام دا كله أسلحتك مين؟ لعبين؟ قدروا يثبتوا أننا عندنا جيل ذهبي قدر يفرح جماهير النادي الآلي وعوض جماهير النادي الآلي عن لمسة حزنة حصلت في مباراة في دور المجموعات زي ما حصلت مع مانويل جوزيف 2001 وهزمنا 4-2 وخدنا البطولة الهزيمة بقاش لها قيمة لأن في النهاية أصبحت أنت البطل دا ما كانش هيتحقق لو ما كانش موجود عنصر أيضا اسمه الجماهير اللي هي زي ما زعلت وانتقدت في مباراة سانداونز كانت في مباراة القطن الكاميروني أكبر داعم للفريق كانت قادرة أنها تروح كل مرة يكون في مباراة زهاب 50 ألف تلاقيه 50 و60 ألف موجودين في الملعب بيرجوا الاستاد سواء مباراة الهلال السوداني لما جات لك الفرصة مباراة الرجاء مباراة الترجي ومباراة الوداد المباراة النهائية عشان كده كان المشهر الطبيعي من مجلس إدارة بروح الفنينة الحمرة أنه يروح يد التحية للجماهير اللي قدرت تراهن على النادي الأهلي ورهانك على النادي الأهلي في معظم الأوقات كسبان دا مشهد بالنسبالي هو نوع من أنواع التأدير المتبادل من جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والفيديو كان واضح جدا وبقولهم هنروح نقف كلنا صف واحد ونسقف للجماهير عارفين دور الجماهير وعشان كده الإشادة مستحقة المجلس دا من نفس الجماهير لأن دا النادي الأهلي اللي احنا تعودنا عليه والحال المجلس دا برئاسة الكابتن محمود الخطيب له أرقام لازم تذكر له أرقام لازم تذكر المجلس دا تولى القيادة من ست سنوات أفريقية يعني ايه يعني شاركنا في ست بطولات أفريقية الست بطولات الأفريقية ارجع لي بس كده الأول الست بطولات الأفريقية وصلنا لخمسة نهائي دورة أبطال أفريقيا خرجنا مرة واحدة من دور المجموعات خدنا تلت بطولات عشان يكون المجلس دا برئاسة الكابتن محمود الخطيب يضاهي مجلس الكابتن صالح سليم في تحقيق العلقاب القرية من دورة أبطال أفريقيا تلت بطولات المجلس دا قاد النادي الأهلي للوصول لأربعة نهائي كأس عالم وضامن الوصول لكأس العالم الخامس يعني خمس مرات على التوالي في رقم غير مسبوق النادي الأهلي موجود في مونديال الأندية اتحقق برونزيتين اتحقق بطولتين سوبر وان شاء الله انحقق التالتة الأفريقية دي بطولات قرية ناس كتيرة جدا 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 بتسعى منذ الإنشاء انها يكون لها تاريخ أفريقي النادي الأهلي فارس في ست سنوات فقط لغير ست سنوات أفريقية صنع تاريخ يقترب من وصيف النادي الأهلي الخمس بطولات طيب خلينا نكون منطقيين وأكد على كلامك في رأيي ان ما حققوا مجلس إدارة النادي الأهلي بالأرقام في كل اللعبات وانا عايز اقول هذا هو العام الأنجح في تاريخ الأهلي الايه العام الأنجح في كل اللعبات هات بطولاتك في ألعاب الصلاة وان شاء الله الحلقة الجاة نعملها لكم وبطولاتك في كرة القدم هتلاقي ان ده أنجح موسم على مستوى كل الألعاب في تاريخ النادي الأهلي وأنا بشوف أنا شخصيا حاولت أدور ما وصلتش لإني في نادي في تاريخ كرة القدم وفي تاريخ الألعاب الأخرى في سنة واحدة حقق العدد ده من البطولات في الألعاب المختلفة سلة وقدم ويدو ما فيش وأنا بشوف أني لازم ندور على الرقم ده ونوسقه وبجد الرقم ده مفترض يدخل أرقام الموسعات القياسية لأنه ده نجاح وأنا بشوف ده الموسم الأعظم في تاريخ أي سنة للنادي الأهلي لأنه أنت مستحيل توصل لمعادلة فيها النجاح ده كل بس النجاح ده ينسب لمجلس الإدارة أكيد بالكامل وعلى رأسه كابتن محمود الخطيب ولكن فيه مشاهد اللي جوه بيظهر في اللحظات دي روح وكمية وفلسفة النادي الأهلي بتشوفها في اللحظات زي دي تدور عليها فين في التفاصيل في مشهد زي اللي شفناه في لحظة استلام كأس أغلى بطولة للنادي الأهلي ويا كأس أفرق المشهد كان عامل إزاي كان مشهد استثنائي وجود كابتن حسام غالي على المنصة بجوار رئيس نادي الوداد وسعيد النصري وبجوار فوزي لقجع وأكيد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هذه اللقطة يا جماعة هي استثناء ودي طبعا صورة كابتن محمود الخطيب مع كابتن حسام غالي هذه اللقطة وهذا المشهد هو استثناء داخل دائرة الطبيعي في كرة القدم المصرية وأوعى تقول لي إن المشهد ده طبيعي هقول لك لا المشهد ده مش طبيعي والمشهد ده ما بتشوفوش في حتة تانية في الرياضة المصرية والمشهد ده ليه فلسفة ليه ليه فلسفة وليه بعد لازم كلنا نبصله بجد هاخد من كلمة قالها أسامة لإن ده مرتبط بالبعد اللي عايز أكلمكم فيه هو مين السنة اللي فاتت اللي خلونا بقى نتكلم بصراحة خدي الوحش بتاعها في الملعب كابتن محمود الخطيب المشهد اللي كان واقف فيه وانت خسران اللقب ولعيبة الوداد بتلبس الدهب وانت واقف حاسس بمشهد الأهلوية كلهم فيه زعلانين وكان قابلها الأمور معقدة جدا البعض كان بيقولنا نسحب والبعض شايف ان كان مفترض نتعامل مع الأمر بمشهد تاني وقف كابتن محمود الخطيب وقال زي مؤسامة قال لكم it's not fair وتحط في المشهد الوحش بتاع الموضوع أي إنسان في الدنيا حيستنى الزمن يجري وتخيل بقى بتترد إن في نفس الملعب وفي ظروف أنت بتبقى فيها البطل واجي في وجود متسب وفي وجود لقجع وفي وجود سعيد النصري وفي وجود الناس دي كلها أقول أنا كنت صح لا لا خالص مش ده اللي أنا يهمني إنه يكون في ذاكرتك وعلى فكرة يحسب للمجلس كله إن في اللحظة دي التفكير مش كده التفكير في إن فيه رئيس بعثة اسمه كابتن حسام غالي هو محور الحدث لأنه رئيس بعثة النادي الأهلي يمثل رمزية النادي الأهلي وده اللي تعلمناه والمشهد ده جماعة مش وليد صدفة ومش وليد لقطة استثنائية ده قبلها في مباراة السوبر المصري في وجود عضو مجلس الإدارة مهند مجدي وهو واقف في وجود البعثة وبقيت أعضاء مجلس الإدارة في المدرن محدش حاول ينزل ياخد لقطة وعشان كده بقول إن ده مشهد استثنائي لازم لما تيجي توقف عنده تقرف إن يا جماعة الناس اللي بتسأل يعني إيه قيم ومبادئ أقسم بالله هي دي القيم والمبادئ لأن انت بتسيب للناس وبتسيب للمنظومة الرياضية وبتسيب للأجياء القيم بتقول للناس أنا غير لا عندي رئيس نادي بيغير من مدير فني ولا عندي حد بيغير من نجم فريق ولا حد عايز ياخد المشهد لوحده ولا حد بيقول أنا تاريخ النادي تاريخ النادي الأهلي بإن أنت بتعمل ده وعشان كده البعض من الحمقة وأنا هنا أقصد الكلمة فعلا اللي شاف في بطولة أو في مباراة صلاة ونزل صورة ويقول إن رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب كان قاعد بره ومنزلش لما الأهلي خسر دي أعظم بطولة وأكتر بطولة جماهيرية في القرى كلها دوري أبطال أفريقيا كانت النتيجة إيه؟ دي رسالة رسالة إن النادي الأهلي مختلف ودايما بقول النادي الأهلي له طبيعة خاصة أتمنى الناس تحاول تقلده لو تعرف صعب تقلده والحقيقة مش بس مشهد دكتور مهند مجدي ولا مشهد بس الكابتن حسام غالي نكون هنا في آله خطة حمر من أربع سنين مصادفين كابتن فاتح نصير صح كابتن فاتح نصير الكابتن محمود الخطيب في بطولة براعم أو ناشئين كان الرئيس البعثة وقتها الأستاذ العمري فاروق اللي هو نائب رئيس النادي حاليا وجاء حد من لمراء العرب وطلب إن الكابتن محمود الخطيب ينزل على المنصة الكابتن محمود الخطيب رفض وقال عندنا رئيس بعثة اسمه الأستاذ العمري فاروق قال هتيجي تتواجد مع الأستاذ العمري فاروق قال لا رئيس بعثة اسمه الأستاذ العمري فاروق وده طبيعة النادي الاهلي هي قصة مسئوليات والمسئول عارف مسئولياته مش قصة حب القطاع السليل لا ده أنا عايز أأكد على كلامك في حاجة وانت بتقول مش دي بس استثناء أنا لم كتبت الكلام ده أسامة أستاذ وليد مبروك رئيس اللي جان في النادي الاهلي اللي جان العليا طبعا في النادي الاهلي قال لي 82 والده اللي هو مبروك عطية كان هو رئيس البعث قال لي نفس التعامل في وجود كابتن صالح سليل فده اسمه التقاليد بالضبط مش مرتبط بأشخاص فكرة الأهلي فكرة دستور النادي الاهلي صحيح ده حقيقة الحقيقة يعني كان مهم جدا نلقي الضوء على اللقطات دي ومهم نلقي الضوء على نقطة برضو مهمة جدا أنا بحب مدرسة الضغط حتى لو مدرسة الضغط دي لو مبروك متولي طبعا يعني طبعا طبعا حتى لو مدرسة الضغط دي مش هتكسب منها دلوقتي ايه الضغط لما يكون عندك حق النادي الاهلي عمل ده بعد ملاعب مباراة النهائي الموسم الماضي من 90 دقيقة وخسرنا تعامل مؤتمر البعض شاف ان المؤتمر ده دون أدنى قيمة لكن الحقيقة المؤتمر ده والرسائل اللي وصلها مجلس دارة النادي الاهلي والشكوى اللي وصلت للاتحاد القري هي اللي خلت القصة تصل نرجع تاني لمبدأ تكافؤ الفرص والفريق البطل هو أكتر فريق بيكون حرصا على اننا ألعب في تكافؤ فرص ألعب فيه مكان فيه عدالة العدالة حطها لي هتلاقيني على القمة فالضغط اللي عمله عايز تقول ايه لا 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 الضغط اللي عمله مجلس إدارة النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي لما تقال عاوزين يكون فيه عدالة ويكون فيه شافية سيقاك باهم الجواب اللي تم يعني إخفاءه اللي نزل في النفأ والقصة اللي حصلت مع الاتحاد المصري اللي قرة القدم لا سيقاك من القصة دي أنا بكلمك على القصة انت بتضغط أصلا على الاتحاد الأفريقي وانت محق عشان كده البطولة دي بدأت من حاجات كتيرة جدا بدأت من تحركات كتير جدا بدأت من ضغط عشان كده أنا مع مدرسة انك تضغط وانت معاك الحق حتى لو انت ظنيت ان انت ضغطك ده مش يجيب نتيجة دلوقتي لكن يجيب نتيجة مستقبلية وما كانش فيه أسرع من الأيام هي سنة وكنا الأبطال لكن الحقيقة الأبطال حقيين هم اللاعبين هم اللي كانوا على أرض الملعب هم اللي تحملوا أعباء نفسية كبيرة جدا التاريخ هيقول ان الجيل ده جيل زهبي قبل مرات النهاء المضاية قلنا لكم هنا نفس واحنا فاكرين الناس اللي مسلت النادل أهل 82 عايزين نفتكر الناس اللي هترجع بالبطولة ان شاء الله بكرة من المغرب وطبعا أكيد فاكرينهم لأن عملوا جيل عظيم جدا من وجهة نظري ربما تفوق أفريقيا أو قريا على الجيل الأعظم اللي عمل ده من 2004 ل2008 جيل أبناء النادي الآلي مع الأسطورة من والجزيه تريكا وبركات والحضر ومتعب وفلافي وجلبرت وكل الناس دي بقى عندنا الجيل ده اللي قدر في 4 سنين يصل على التوالي ويحقق 3 ولكن هو التفوق ببرونزيتين كأس العالم مشاركتين وكمان مركز رابع فالجيل ده له لاعب لها بتعرض لضغوط كتير جدا ولكن قدروا انه أصبح أحد كباتن النادي الآلي قدر يتحمل ضغوط كتير جدا وجاك له فرص كتير جدا لأن بعض الانتقادات كان ممكن يكون موضوعي والبعض الآخر كان ممكن يكون مبالغ فيه ولكن هو دايما كان عنده الحاجة اللي تقولك هي دي نقطة الانطلاقة يا هاني خدها مباراة باير مونخ العظيمة اللي انت عملتها في كاس العالم خليها نقطة الانطلاقة يا هاني فهاني لا يوفق في انه ياخدها نقطة الانطلاقة تلعب مع منتريه ويكون الفريق ناقص 15 لعب فهاني يسجل هدف يقودك ليه بعد كده مدالية برونزية خدها نقطة الانطلاقة يا هاني فهاني ما ياخدش نقطة الانطلاقة لكن تجي في موسم في بدايته كل الناس بتتكلم عن أكرم توفيق ربنا يرجعوا بالسلامة باك رايت مصر الأول وحالة من حالات اهتزاز الثقة بعد إصابته عشان يقدم محمد هاني موسم استثنائي من وجهة نظري الاستثناء ده جاه للنضوج اللي ظهر في شخصية محمد هاني لما حمل على كدفه شارة كابتن النادي الاهلي وكأنك مريت بالزمن سريعا ومنحت قدر كبير جدا من النضج لمحمد هاني ظهر في الملعب بالمناسبة في مباراة الوداد الأخيرة مباراة العودة لما كان هو اللي بيهدي اللاعبين مع بملكة سيمة وانتوا عارفين موكفي مع بملكة سيمة لكن ايضا كان له لقطة مهمة جدا داخل غرفة الملابس والنتيجة اتنين واحد بعد مباراة الزهاب والحالة كانت صعبة جدا تعالوا شوفوا محمد هاني كابتن محمد هاني وهو بيمارس دوره كأحد كباتن النادي الاهلي في وقت صعب جدا ده طبعا محمد هاني اعتقد افارس يعني واضح جدا ان فيه نتجف الشخصية نتجف الشخصية وفهم لطبيعة كباتن النادي الاهلي يمكن موسماني اتكلم في وقت من الاوقات عن محضرة محمد الشناوي التاريخية لللاعبين في نهاية دور الابطال وبين الشوطين في المباراة الاهلي والزمالك في المباراة القاضية يمكن ده فكرة بتستمدها خلينا اقولك حاجة يعني خلينا اقولك حاجة يا فرس ممجد حتى كابتن سيد عبد الحفيز اتكلم ان علي معلول وقال كده انا كنت جاي فعلا لما المسؤول بيسمع حاجة من اللاعب خلص ما ينفعش تعلق عليه فبتسيب ده طب وده اللي حصل وده حقيقي وعلى فكرة هاني السلية الشناوي ومعلول دايما بيلعبوا الدور ده وعشان كده جماعة فكرة الروح عند النادي الاهلي مختلفة انا بقول البطولة دي هي اكتر بطولة في تاريخ النادي الاهلي انا مبقولش اغلى ومش اغلى لان ده جدل نسبة حنفضل فيه 100 سنة انما بقول هي اكتر بطولة فيها تحديات لأفراد شخصية يعني ايه يعني كهربا جاء من العدم كهربا يا جماعة في شهر يناير كان فيه ناس بتقول بطل كرة الراجل رجع شوف عدد اهدافه دورة ابطال افريقيا هداف البطولة اه طبعا شوف وصل بيه انه هو ياخد لقب فردي وشوف على مستوى تحقيقه اللقب وفكرة الانتصار الشخصي شوف بيرسي تاو اللي كان قبل البطولة دي وقبل الموسم ده عنده تحدي او يمشي فالراجل قرر انا مامشيش بدس فيه بتاعي في النادي الاهلي فاعد وحقق ده شوف الشحات كيف جاء لفكرة ان الناس عمالة تقول كل مرة الشحات الدفع فيه كذا بس اللي حققه بس الشحات بس البصمة حقق ايه دي بطول التحديات شوف معلول ازاي دي افضل بطولة ليه انا في رأيي على المستوى الفردي رغم كل الصعوبات اللي مرت فيها شوف كم التحديات فالبطولة دي هاني بيجسد في كلامه اللي احنا بنتكلم فيه دي يا أسامة كانت بطول التحديات شخصية لم ارى هذا كم من التحديات في بطولة وهذا كم من الرعنات في بطولة ياخد حتى مديرك الفني في حلقة اشراك مصطفى شبير قال انا ده قراري وانا حسبني وده المدير الفني اللي بيدخل رعنات انا قراري هنا مصطفى شبير وقراري في الشناوي بحضره للمباراة اللي هي بتاعت المغرب وفي النهاية نشوف وانت نفسك قول هحققت اهدافي ولا لا اوضارهم السهل انت اكيد خاصة ان هنا يا فارس يعني مش قول ملتلكش يا هاني هاني يا فارس رجعت الهاني وقت لا في ماتش البطولة المضايا كان يعني بيتحمل جزء كبير جدا من الهدف التاني فكان عليه ضغط برضو وتحدي كبير وايضا مروان اعطيها جماعة ده صفقة مهمة جدا ان انت تتكلم عن لعب مع كامل احترامنا طبعا وتقدرنا لنادي الاتحاد السكندري ولكن الاحتكاك اللي واجهه مروان اعطيها في بداية مشواره مع النادي الآلي ببطولة قرية ويكون قد الاحتكاك ده ويكون قد التحدي ده لا عندنا نمازج كتير جدا جدا ادرت انها تؤكد جدرتها انها تتواجد في تاريخ النادي الآلي بأحرف من زهب ولكن ايضا عندنا شخص يبدو انه سيسجل اسمه بأحرف من زهب البرنامج ده تحديدا لما تم التعاقد مع مارسيل كولر كان عنده تفاقل شديد جدا وتلاقينا اتكلمنا عن مارسيل كولر من كل الجوانب الجوانب الفنية تاريخه السيفي بتاعه الجوانب النفسية التعامل مع المؤتمرات الصحفية يعني رفعنا معاه سقف الطموح قوي حتى تكلمنا عن هزاره ومدعبته وخفة ظله وقلنا يا جماعة المدير الناجح هو المدير اللي عنده خفة ظله والحقيقة كلام اللاعبين عن مارسيل كولر ده بيعكس لك قد ايه مارسيل كولر شخصية جديرة بثقة النادي الآلي فيها وجديرة بمنصبها منصب المدير الفني للنادي الآلي لما تتكلم عن رامي ربيعة اللي بالمناسبة عنده خمس بطولات قرية وأصبحنا الآن مع كل بطولة بنحققها نقول عايزين تغيير ترامي ربيعة في الدقائق الأخيرة رامي ربيعة هو كان بعيد الفترة اللي كان فيها مع بيت سمسماني يطلع برضو في بعض الأوقات كان بعيد الموسم ده وبينزل في آخر ثلاث دقائق لكن يتكلم عن مارسيل كولر إزاي الراجل ده مكتهد شايف شغله برغم أنه هو أحيانا بيهزر لكن وقت الشغل بيقول انتهى الهزار دخلنا في موضوع في وقت الجد بيرسي تاو المحترف اللي كان جاي مع بيت سمسماني والموضوع ما روش علاقة بمقارنة الاتنين مديرين فنين كبار حقوق إنجازات مع النادي لكن بكلمك على شخصيات وبرسي تاو تحديدا بيتحدث عن كولر إن الراجل ده ما كنتش أنا متواجد في الملعب لإني كنتم صاب وقت ما جاء ولكن أول ما بدأت ترجع للتدريبات طلب مني انت مين أنا عايز أعرفك شخصيا قبل ما أعرفك كلاعب ده الموديل الفني يا جماعة اللي تقدر تراهن عليه وانت متطمن عندنا يعني كولر حقق نتائج مع النادي الآلي في أول موسم أنا بشوفها العلامة الكاملة انت بتاخد بطولة دوري أبطال أفريقيا مع أول مشاركة بتاخد كاس مصر مع أول مشاركة وعلى حساب نادي برامدز بتاخد كاس السوبر على حساب نادي الزمالك في بداية الموسم 2-0 ولم تتحليك الفرصة انك تاخده مرة تانية على حساب نادي الزمالك فاخدته على حساب نادي برامدز مرة أخرى طبعا مباراة الكولر يا فارس مع النادي الآلي 47 مباراة 35 فوز 8 تعادل و4 خسار اعتقد اسم فعلا ممكن يكون من ذلك بص أنا للأمانة من الناس اللي لما بتنحاز بتنحاز بشكل مبالغ فيه لأنها بتبقى مسلمة جدا من الناس دي مصدقة فيها فأنا عندي جزيه وكولر من الناس اللي أنا مؤمن بها فوق ما تتصوره يعني لدرجة أن أنا براهن على الراجل ده لأنه هو ان شاء الله لو استمر لأبعد وقت ممكن حيكسر أركام كتير لم يكن في اعتقادنا أنها ممكن تكسر تاني حاجة بالنسبة لي مارسل كولر هذا يا جماعة أنا محبش المدير الفني اللي بتكلم كرة بس الراجل ده دخل تحديات في ملف الجمهور لم تحدث من مدير فني من فترة كبيرة جدا دخل تحديات في ملف الملعب دخل تحديات في ملف طموحه على مستوى التدعمات هذا مدير فني لديه شخصية قوية جدا وقدر يروح مع النادي الأهلي الحتة بعيدة جدا كولر هو أحد أهم المكاسب اللي قدر مجلس إدارة النادي الأهلي يحققها والتغيير اللي أحدث فارق كبير جدا ربما يكون في يوم الأيام من أعظم التغييرات التاريخية نشوفكوا بعد الفاصل لأن كلامنا ممتد ما بين فرحة وما بين أحداث كثيرة جدا تستدعي التغييرات ورجعنا لكم ولسه مكملين حكاياتنا هنبتدي منين الحكاية ده احنا لنا ألف حكاية وحكاية وعشان بنتكلم في غنى وبنتكلم في حكايات وبنتكلم في أفراح عندنا أيضا شعراء وأنا بصراحة لما عرفت نوع من أسوان تعطفت معاها على طول حبيته ومسكة رأسي على طول فقلت أكيد هيقول كلام جميل فتعالنا نسمع طبعا الشاعر إسماعيل حسن هو بيتكلم عن فوز النادل أهلي بالبطولة الحداشر يا كاتب التاريخ من دوري متتالي كم مرة في التسعين نحصد لقب غالي هات صفحة الأمجاد عرفنا للأولاد أفريقيا ليها سياد منهم يا أخينا وحكي لنا عن بيبو عن جيل أبو تريكا ولفرد ما تسيبو عايزين هابو ليكا من فرح الجمهور من خصمنا مجهور من زينا مشهور في الكون يا بلدينا من زينا مشهور في الكون يا بلدينا يعني حالة جميلة جدا بنميل وبنعشق اللهجة السعيدية وبنعشق طبعا الكلام اللي بيطلع بالشكل ده في عشق النادي الأهلي الشاعر إسماعيل حسن حياة وإفتعى عند قصة هات صفحة الأمجاد عرفنا للأولاد أفريقيا ليها سياد من هما يا أخينا من أخي إيه الجمال ده لا والله إيه الجمال ده وإيه إيه تحس إن مصر بتفرح بالأهلي اللهجة والطبيعة المصرية وتحس الحب وتحس الجمال وتحس الأهلي إزاي فعلا صانع كلام فيه دفع وفيه بهجة وفيه انتصار وفيه شموخ وفيه كبرياء النادي الأهلي وفيه كل حاجة أنت بتحسها في جمع البسيطة جدا الناس بتعبر عنها منشكر الشاعر الجميل إسماعيل حسن ومنتظرين منك بقى حاجات كتير خاصة النعمة زي وقتلك من موسكة رأس وقيدفو كمان من نفس المدينة آخي أنا دايما بقول يعني من إسكندرية الأسوان النادي الأهلي حالة للأمانة ولكن خارج بقى لازم تذكر إسكندرية طالعا ووسامة ذكر أسواني طالعا يعني سواء إسكندرية وأسوان النادي الأهلي فعلا شفنا فرحته في كل مكان عندنا بقى خارج مصر يعني كان فيه الرابر ستيف المطرقة وهو بيقول حاجة للنادي الأهلي برضو بحس الناس اللي بتحب النادي الأهلي وبتحب توصله حاجة وتوصل لجمهوره حاجة سمعنا نصر مصر عاد للقمة القارة الأفريقية جاب الحاد يا عشر بعد البداية الكارثية نجا من الصعيق نجا من النار نجا من كل آفة لأهل سيد الإصرار ملك أفريقيا عاد عاد الأول في التصنيف لن يموت أي فريق في قمة ضعفة كان وصيف لا يمكن إقافة حتى بالأمنيات كل منحى والخاب واندفن في الأهرامات اشتعلت نار الأهلي لهبها جدا عالي مصيبة في حتى تحرق ولا تباني مبروك للأهلاوية هذا العام واللي بعده أبطال في الرخاء أبطال في عز الشدة أبطال في الرخاء أبطال في عز الشدة أبطال في الرخاء أبطال في عز الشدة إيه ده الأهل بيفجر يعني أدرينالين عند الناس وشعوره وحماس لا يمكن إقافه حتى في الأمنيات. يعني الراجل وصل لتعبير بسيط ولكن لا لازم توقف عنده لا يمكن إقاف النادي الأهلي حتى في الأمنيات أعتقد يعني حالة الحب اللي شافها أسامة النادي الأهلي بكل أنواع التعبير أنا فيه فيديو يعني للأسف ما الحقناش نجيبه معنا. كنت بقولك ست بسيطة كبيرة في السنة يعني تتجاوز الستين سنة وهي قاعدة بتتفرج على المباراة وسط مجموعة من الشباب والناس الكبيرة وبتتفاعل كأنها بتلعب في المباراة. ماسكة هي حتى عصايا بتاعتها وعملها تحركها مع كل هجمة. دي حالة حالة ما بتشوفها شغل مع النادي الأهلي. قصة يا فارس يعني الأهلي عشان هو مصدر الإبداع ومصدر الإلهام. فطبيعي جدا كل فنان كل شاعر كل مغني كل حد عنده موهبة وإبداع. هيسعى أنه هو يروح يتعامل مع الكيان ده ويقول كلمتين عن الكيان ده. خاصة أن الكيان ده ممكن كمان لو أنت كان عندك عمل ما كانش معروف بالقدر الكافي. مجرد ما النادي الأهلي يستخدمه زي سطلانة مثلا. خلاص بقت ترند في كل حتة في الوطن العربي. وبقت أزمة عند بعض الناس أن هم خايفين يسمعوا كلمة سطلانة. الحقيقة يعني طاير محمد طار والعيبي النادي الأهلي عندهم قدرة على الاحتفالات. متميزين بها الجيل ده الحقيقة. لكن أنا وقفت عند نقطة اللي هي مصيبة في أي حتة يحرق ولا يبالي. الناس اللي بتتكلم عن عقدة ده الرجل بيقول لكم ده بيحرق ولا يبالي. ما تقفوش قدام النادي الأهلي. هو ده الحقيقة اللي بتستمد منه الإبداع. النادي الأهلي بيفجر طاقات ومواهب كامنة مع أي فنان مع أي شخص مبدع. بيفجر فرحة كبيرة جدا. ولكن مع المنافسين بتبقى صعب طبعا يكون في فرحة وانت لسه يعني مكوي بنار النادي الأهلي. وفي الاستوديو التحليلي للمباراة وقفنا عند الكابتن عزيز بن نيش الحقيقة. وده ما كانش أول وقفة مع الكابتن عزيز الحقيقة. لأن الكابتن عزيز في المباراة الأولى في الزهاب حاول يعني يخلينا مش شايفين أو اللي احنا شفنا ده ما كانش حقيقي. لما طلع في المباراة الأخطاء التحكمية المفترض تكون مشكلاتها لصالح النادي الأهلي. فتغاضع عن مسك كرة باليد وحرمان الأهلي من هدف الثالث. تغاضع عن راكل الجزاء لحسين الشحات وبدأ يتحدث عن التحامة بين يحي عطية الله وعلي معلول. وبيقنع الجميع في الاستوديو أن دي ضرب الجزاء. لدرجة أن الكابتن واي الجمعة استشهد بالكابتن حاتم ترابولس قال له حاتم تراجل احترافت. وفي الدورة الانجليزي. دي ضرب الجزاء. قال له الصراحة لا. ولكن الكابتن عزيز بن نيش فضل مكمل بعد مباراة العودة. تعالوا نشوف الإيه. عشان عندنا تعقل مهم. ولي فهمنا من كلام الشناوي. احنا بركنا لكل هلاوية. لكن فهمنا من كلام الشناوي. عندما نخسر احنا مظلومين. وعندما نفوز. احنا استحق نا. احنا قلنا لكم. احنا فايزنا لكم. مبروك. ولكن الموسم الماضي مبروك للوداد. وليس الظلم يا استيشناوي. الموسم الماضي خسرت بالكرة. هدفين سجلوا عليكم من 40 متر. وهذا الموسم استحقت أنك تفوز. وهنا الشباب. وكل شيء. وشفنا الوداديين. وكل هم فير بلاي. وخرجوا ومتمنى تكون دائم من هذا الروح الرياضية عندما نفوز. وعندما نخسر. انا ما عجبنيش التصريح اشناوي. اشناوي التصريح. كنا مظلومين. اشناوي كنا مظلومين. كان القصد على الظروف اللي حصلت فيها. قبل المباراة اللي فاتت يا شام. الاجواء اللي حصلت قبل المباراة الدوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات. والمشاكل اللي حصلت في تحديد الملعب والكلام ده. ده اللي كان يقصده. احنا خيرنا. ما يقصدش الظلم جوه الملعب يا عزيزي. ما تكلمش عليها. لا الظلم ولا ما زلم. ما تكلمش عليها هو. هو ما تكلمش عليها. لا لا ما مظلومينه. هو ما تكلمش عليها وبتكلم على الاجواء اللي حصلت. ايه ولا اجواء اللي حصلت اشنا ولا اجواء اللي حصلتها اول يوم جافة هو بتكلم على الاجواء اللي حصلت قبل المطش. ما تكلمش على ظلم داخل جوه الارض الملعب يا عزيزي يا وائل عندما تهوز فريق آخر شوفنا دائما مشاكل ودام عندما نفوزها لي نصفق لي ونهن نقلها لي وكلنا 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 حلو لكن لازم نصفق أيضا للأنديا الأخرى لازم نعرف أيضا نخسر بهذا الكلام مش حلوة وتتكلم على هذا الكلام ما بتكلمش على الوداد لا 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 ما تزعلش عزيزي سنوي هو بطل كبير وحارس كثير هو حسس بالظلم اللي حصل قبل المباراة قبل المباراة قبل المباراة العلاقة بين اللعيبة وبعض كويسة وانت شفته هو مع لعيبة الوداد بتعامل معهم ما عليش خذنا حكي عن الوداد طيب أتي مش عايش بالكلام شنوي لا لا خلص هنستمع تاني للشنوي هنستمع مرة أخرى للشنوي هو قبل ما نستمع مرة أخرى للشنوي لكن الحقيقة أنا أقف عند الكابتن عزيز لأن الحقيقة هو ما خدش الموضوع للشنوي فقط لغير هو خد حاجة عاوز يقولها ويعبر بها فخد فيديو الشنوي وبدأ يتكلم عن أن النادي الأهلي قال لك عندما نقصر إحنا مظلومين وعندما نكسب استحقينا وده كلام مش عاجبه والمفترض أن يكون فيه فير بلي ويكون فيه روح رياضية وبيتهم النادي الأهلي وكأن النادي الأهلي لا يمتلك مثل هذه الثقافة الحقيقة الشنوي ما تكلمش عن أحداث داخل المباراة ولو تكلمنا عن أحداث داخل المباراة كنا ممكن نقول أن الهدف أصلا اللي سجله فريق الوداد من فاول لم يراه إلا باملاك تسيمة فقط لغير كرة عادية جدا 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 ونقدر نقول الله ما باملاك تسيمة عارف أن الوداد عنده قدرات هجومية كويسة من القرات السابتة وبيقدر يستغل القرات السابتة ونبدأ نزلنا ونبدأ نشكر الرجل ما تكلمش في القصة دي ولا احنا تكلمنا في القصة دي طب تعالى أنت عندك أصلا ما يثبت أن النادي الأهلي فعلا فريق عنده المشكلات دي ده أنا أقولك أن النادي الأهلي في 2007 وهو أفضل فريق داخل قارة أفريقيا وأفضل سكواد موجود داخل قارة أفريقيا ولعبيهم العنصر المؤثر في استحواز منتخب مصر على طولة 2006 و2008 و2010 خسروا وفضايح تحكمية في أرض ملعب استاد القاهرة من العرجون بعدما احتساب رقلتين جزاء اللي حصل إيه فريق النجم خاد البطولة وجامهير النادي الأهلي انسحبت من المشهد زي ما جامهير الوداد انسحبت من المشهد الحقيقة برضو نحي فريق الوداد وجامهير الوداد انهم انسحبوا من المشهد بعد صافرة النهاية ده اللي عملوا النادي الأهلي لكن قصة ان انت تقول عندما نخسر نقول المظلومين تخيل كابتن عزيز لو انت جيت لعبت مباراة هذا العام بعد تحديد طرفي النهائي في استاد القاهرة من مباراة واحدة كنت هتطلع تقول ايه اعتقد فارس موضوع ما كانش المفترض من وجهة نظري ان كابتن عزيز ياخد صورة ويعممها ما بالك بقى لو الصورة دي اصلا مغلوطة كمان هي الصورة مغلوطة والاغرب بالنسبة ليا جماعة ان المفترض احداث النهائي ده تثبت لأي حد ان الظروف كانت غير عادلة النهائي اللي فات بالضرورة يعني الكلام بالنسبة لي غريب اذا كان البعض يروج السنة اللي فاتت ان لأ الظروف كانت عادلة فاللي حقاقوا النادي الاهلي السنة دي من لعب النهائي مباراتين والفوز من خلال المباراتين يثبت ان الظروف كانت عادلة وبعدين هو ليه جماعة فيه حساسية تجاه ان احنا نقول الظروف السنة اللي فاتت غير عادلة لأ هي كانت ظروف غير عادلة ولما احنا بنتكلم وانا ما زلت اؤكد ده انت مش بتتكلم على الودات ولا تسيقل الودات ولا تنتقص من الودات ولا تنتقص ان داخل المباراة بتاعة مركب محمد الخامس السنة اللي فاتت الودات كان افضل فنية ولكن الظروف المحيطة بالمباراة اللي تكلم فيها الشناوي كانت ظروف غير عادلة نسمع الشناوي قال ايه ونرجع نشوف كلام الشناوي كان منطقي ولا عزيز بنيج كان عنده حق اكيد طبعا يعني شعور لا توسف طبعا اللي حناخد النهاردة الحضواشر ان السنة اللي فاتت كنا موجودين برضو في الملعب ده بالزبط يعني السنة اللي فاتت وماخدناش البطولة عشان احنا اتظلمنا زنوبير جدا بس احنا كلعيبة وكأدارة عملنا لعلينا وجينا وحضرنا المباراة وخصرنا المباراة عشان كده كان دافع كبير بالنسبة لنا وبالنسبة للجمهور وبالنسبة للإدارة وبالنسبة للعيبة اللي احنا كنا نيجي السنة دي ناخدها من جو الملعب ده والحمد لله أخدناها الحمد لله ببارك للعيبة بقولهم ألف مبروكو الترجالة المطشين النهاردة ببارك للإدارة وببارك للجهاز الفني ببارك لكل منظومة نادي الأهلي نادي الأهلي النهاردة بيوصل البطولة رقم 11 الناس مبارع بيتكلمونه في المطمر الصحفي بيقولولي المطشي اللي فات انتخسرته الناس بتعيش على الماضي عشان كده من نفتكر بس هي المطش اللي جاي وإحنا عندنا هدف واحد اللي احنا ناخد البطولة واخدنا البطولة إحنا نحن نعيش على سنة ماضية ولا بطولة واحدة كنا نادي الأهلي زي ما بيقولوا عودة مبارح عودة العودة يبقى عودة نادي الأهلي لأفريقيا كلها شفتم نادي الأهلي النهاردة واصل للبطولة 11 إن شاء الله واصل كاس العالم رابع رابع التوالي إن شاء الله بعدها كمان يبقى خمسة على التوالي تمام نادي الأهلي فريق كبير بقدرته بجمهوره بلعبته نادي الأهلي كبير الناس مش فاكرة ده إحنا منفكرهم بقول للاعيبة مبروك وبقول لجمهور اللي جاء النهاردة وحضر بقول لهم ألف 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 مبروك وعم حاجة خدنا الحداشر من جوه من جوه الملعب الودات هو ربما كلام الشناوي فيه السبب الحقيقي للمشكلة وهي إن لو البعض بيفتكن نفس عقدة فلا النادي الأهلي عقدة أي حد النادي الأهلي اللي عنده 11 لقب هو عقدة أي حد وكرر الكلام ده مصطفى شبير أيضا الحرس اللي كان موجود في مباراة المباراة الأولى في القاهرة وقال إن النادي الأهلي الناس اللي كانت بتقول عقدة النادي الأهلي مالوش عقدة في إفريقيا ربما هو الكلام ده اللي سبب مشكلة عند بنحترمه عزيز بنيج ولكن الكلام بنختلف عليه لأن يا جماعة هو ليه يا كادو المريب ويقوله خزوني يعني إيه يا كادو المريب ويقوله خزوني الشيناوي ما تكلمش السنة اللي فاتت عن أي حاجة تخص الوداء هو تكلم إن الظروف كانت غير عادلة خصوصا لو ركزنا في كلامه اللي قال فيه إن الأحداث اللي قبل المباراة اتعرضنا ليها وحسنا بظلمة على الفريق والنادي وجينا مع ذلك لعبنا يبقى بيتكلم ما خارج الإطار الفني المباراة وكلنا شفنا القصة إزاي المباراة اتحددت إن هي في ملعب المغرب مركب محمد الخامس وإزاي في بعض الملفات ما تواجدتش وقتها وإزاي في ناس كان ممكن تنظم دولة محايدة وسحبت ملفها خالص وكنا وقتها بنتكلم في التفاصيل هو ليه حضرتك عايزنا ننسى ده هو ليه المشكلة اللي انت عايز تقحم الودات فيها راجل ما تكلمش على الودات خالص وما تكلمش على الأحداث الفنية ولكن بيتكلم عن ظروف رئيس الاتحاد الدولي نفسه ورئيس الاتحاد الأفريقي كانوا شايفينها غير عادلة ما قلناش إن الودات سببها هو حد جاء قالك إن الودات كان هو السبب في الظروف العادلة ما حصلش هو النادي الأهلي لما نظم مؤتمر صحفي عالمي واتكلم فيه على الأحداث جاب سيرة الودات قال إن الودات طرف في أي حاجة احنا بنتكلم عن الأمور التنظيمية الغير عادلة ليه يكاده المريب ويقوله خذوني ما حدش جاب سير اللي تكلم فيه الشيناوي كان يستحق الاحترام والتقدير منك خصوصا في تعاملنا مع نادي الودات اللي بنكن ليه كل الاحترام والتعامل وهنا في قناة النادي الأهلي ما خرقش مننا أي تقليل من نادي الودات لقبل البطولة ولا بعد البطولة فليه تقلل من نادي الأهلي أعتقد كانت رسالة واضحة ومزيد من الفقرات معنا ومزيد ما بين الاحتفالات والإشادة وما بين حق النادي الأهلي اللي دايما بنقف عنده ولكن بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم ولسه معنا حكاية لا ده تتروي بمئة ألف رواية الحقيقة حكايتنا مع التونسي أبو قلب أهلاوي علي معلول علي معلول اللي وصل لمكانة كبيرة جدا متهيقلي لم يصل ليها محترف حتى اللي كان بينافس علي معلول جلبرتو أماضو فلافيو الحقيقة علي معلول بقى وصل لمرحلة كبيرة جدا لدرجة انت خلاص مبقيتش قادر تتخيل ان هو ممكن يكون مالوش دور في النادي الأهلي حتى بعد الاعتزال انت شايف علي معلول آيقونة من آيقونات النادي الأهلي مش آيقونة من آيقونات محترفة النادي الأهلي علي معلول قالك أنا مرت بإسبوعه صعيب جدا ولكن حققنا البطولة ولسه عندنا مزيد من البطولات وهنبدأ نركز في الدورة عشان نحسمه مبكرا لكن الاعلام التونسي كان له وجهة نظر عن تناول الأسبوع في مصر او الاعلام الرياضي المصري في قصة علي معلول بعد أمورات الزهاب عندنا الناقض ناصر البدوي عنده فيديو هنطلع نسمعه عشان عندنا تعقيب مهم جدا لان البعض بيحسب ناس علينا وبيحسبنا على الناس اللي هو حسبها علينا نشوف الفيديو هل تعرض علي معلول بالفعل لمضرما في الكرة التونسية في المتخب الوطني مع مرور المدربين بتداول المدربين تعرض علي معلول برشة ظلمات في المنتخب التونسي ونتذكر ان كوبدا أفريق اللي صارت في مصر علي معلول ما كانش دعوت لليك بناس ونان ممشاش وقع تخلي علي وقع تخلي علي فوقتها في التربس اللي ذكروا في تونس وبعد بتيعلت انو علي معلول مش حاضر ومش في الجائزية الكافية اليوم رأوا في وقت من الوقات احنا ردين علي معلول ما يعرفش العبكورة وما يعرفش يفق وناس مع برشة محلية رياضيين يقولوا علي معلول وقت اللي تلعب لفنسي في تروة سنك دو ينجم يكون صالح وقت اللي ما تلعبش تروة سنك دو علي معلول مصالح كيف نزيدة تظلم في الاهل المصري سمحني مع كيم احترامتي لك انتي الملاعب تستغل فيه اكثر من خمس سنين وست سنين وعطاء اللي عملوا علي معلول في الاهل المصري تكتب اليوم تحب ولا تكره اليوم الشي غلط في ماتش ولا غلط في مباراة مش الفريق انتخذر ولا اللاعبين وقفوا معاه المديرة وقفت معاه المذرب سند وقف معاه وعطاء ثيقة في مباراة العودة لكن بعض المنابر الإعلامية صراحة معناها شكوا فيه وشكوا في مستوى وحتى بستخذ عليه في مباراة الإياب وعدم إقحامه كأساس رضا عبد العال قال كلام ذي اسمع اذاك عليش اليوم منيش نحكي بالحق على الانتوراج المساري القريب اللي هم الملعبية والإيطار الفني اللي موجودين أنا نحكي عن ناس اللي اليوم موجودة وراء لكوليس اللي هم أعلميين ولا حتى السيبورتين نشوف تعليق كيفش يبكي بالحرقة اللي يبكي بيها معتها إذارة الرجل تجاعة تمس في شخصيته وتمس في حبه معتها الرجل ما خلا معتها للأهل المصري لكن مالوريس موك يفقوه بطريقة الحق ما تليقش من الأهل المصري الكابتن ناصر بدو بيتكلم بشكل واضح جدا عن إن علي معلول أسطورة النادي الأهلي بيتعرض لظلم كبير جدا في تونس مع منتقب تونس وبتلاقي محلين بيتلاقي قوله ما بيعرفش يلعب كورة وما بيعرفش في الخطط الدفاعية أنه يدافع وكلام كتير جدا ما عنديش مشكلة معاه لكن فجأة أعمل على طول ربط قال سامحني زي ما حصل في الأهل المصري الإسبوع الماضي ناسين تاريخه على مدار خمس سنين في غلطة غلطها والراجل يتحمل ضغوط وبيبكي وا 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 ولكن في الاستوديوهات التنوسية حتى لو اختلفت معاه هتلاقي بعض الأمناء الموجودين داخل استوديو اللي يرده الضيف ويرده لو بيتكلم كلام مش منطقي فقال لك لا جواراته او لعبيد النادي الأهلي كانوا بيدعموه جميلين النادي الأهلي دعموه النادي الأهلي كان بيدعموه ولكن اللي كان بيطالب بدا قال سامحني كواليس اه انا مش بتكلم دلوقتي عن نادي الأهلي غير كلامه بسرعة وقال لك رضا عبد العال طالب بعدم نزوله المبراء الأسية يا كابتن ناصر اصلا كابتن رضا عبد العال ضدنا انت حسبوا علينا ليه ده احنا اساسا بنعاني من تصرحات كابتن رضا عبد العال هنا اول لما تسمح حاجة من كابتن رضا عبد العال اعمل عكسها وانت متطمن ان انت صح وما تحسبش علينا رضا عبد العال لان كابتن رضا عبد العال مش محسوب علينا ده محسوب ضدنا وهو فخور بدا هو عنده المشكلة دي فما ينفعش تاخد رضا عبد العال وتقول سمحني الاهل المصري ما كانش بيدعم علي معلول او ان الناد الاهل المصري ما تحملش علي معلول في المستويات اللي بقدمها خلال ست سنين قناة الناد الاهل اعلام الناد الاهل زملاء الناد الاهل المدير الفن الناد الاهل مجلس ادارة الناد الاهل وجماهير الناد الاهل عارفة عن ايه اهمية علي معلول جماهير الناد الاهل اللي طلبت وزعلت من كلر لما عمل تغيير التغييرة دي لو كانت اتأخرت كان علي معلول أصبح كابتن النادل أهلي فجماهير النادل أهلي عرف قيمة علي معلول النادل أهلي عرف قيمة علي معلول ما ينفعش تاخد تقول لي أصل الكواليس رضا عبد العال وتحسبه علينا لا مش محصوب علينا ولا ينفع يتحسب علينا الحقيقة لأن تصرحاته قولها ضد النادل أهلي على طول الخط لكن علي معلول اللي لقى ب247 مباراة محقق مساهمات ب16 بطولة و118 مساهمة إحنا هنيجي نوقف عند غلطة أه ممكن نزعل من غلطة لكن تاني يوم بندعم اللعب بتاعنا أربعة دور مصر وإن شاء الله في طريقه الخمسة تلاتة دور أبطال أفريقيا تلاتة كاس مصر أربعة سوبر محلي اتنين سوبر أفريقي 16 بطولة والسبعتاشر في الطريق 118 مساهمة ما بين 44 هدف وإصناعة 74 إحنا عارفين قيمة علي معلول كويس إحنا ما حطناهش في رصيد علي معلول برونزيتين كاس عامل أندية لأن علي معلول عارف أن قيمته عندنا قيمة الذهب فما ينفعش تاخد تصريح معدي من الكابتن رضا عبد العال وتاخده على طول الخط أن ده النادي الأهلي ما قدرش يحافظ على علي معلول خلال أسبوع وحطه تحت ضغط يا فارس معدي ده مرض يعني أنت بتعتبر التصريحات ده مرضية آه أماما ده عدوى انتالت لتونس ده حقيقي لأن يعني علي معلول يا جماعة في النادي الأهلي فكرة القيمة السابتة دايما في تونس في مصطلح القيمة السابتة علي معلول قيمة سابتة وأنا بالعكس أتمنى ده أنا هنا اللي بوجي رسالة أن الأشقاء في تونس يعطوا علي معلول قدره ودايما يكونوا محطينه في الإطار اللي جمهور النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي حط علي معلول فيه ده أنا اللي بقولك لأن كلامك ده هو برضو أحد أنواع الضرب المعنى وفي علي معلول تخيل وانت بتشيد بيه لأن انت لما جدت تشيد بيه بدل ما تروح للحطة المنورة للناس بتقولك ان هي مختلفة خلص لعلي معلول فانت قلت لا ده والله هم كمان بيعملوا معاك ده استنادا على رضا عبدالعاد ده كلام ده كلام يعني شيء أساسا يسيء لك ان انت بتقطبس على الرضا عبدالعاد رائع والله شيء موسيقى لك جدا إلا لو انت ما تعرفش الرضا عبدالعاد مين يعني رجل راجل لعب أهلي وزمالك وبيطلع هنا عندنا رضا عبدالعاد لتصنيف كوميدي مالوش علاقة بكرة القدم ان انت تقطبس منه معلول يلعب ولا مايلعبش فده خطأ انت وقعت فيه إنما علي معلول بالنسبة لنا أنا عايز أقول كلمة علي معلول لم أرى في حياتي على فكرة لعب كبير جدا وفي طريق النادي الأهلي غلطه ولكن ان حد يتعامل مع القطأ في نهاية بطولة بشكل زي ده شفتها مع بعض الأفراد في تاريخ النادي الأهلي يمكن كابتن محمود الخطيب مافتكر لهش خطأ قوي بس في كل الأحوال الجمهور كان بينظر له نظرة استثنائية افتكر خطأ أبو تريكا في ضربة الجزاء اللي أهضرها في مبارات الترجي 2013 افتكر رد فعل الجمهور بعدها 2012 2012 2012 اه ضيع بعدها يا سيدي ولا يهمك ده كان حالة استثنائية برضو بالنسبة لي وعلي معلول المرة دي الكلام اللي شفته من جمهور الأهلي أتحدى ان انت تشوفه مع أي جمهور بيعمله مع لعب بيضاء عنده خطأ في نهاية فما تخلتش علي معلول لحتة سلبية حتى في أكتر حتة من وراء عنده وتضربه بيها وتقول انك بتشيط بعلي معلول ناصر البدوي على طول الخط عنده مشكلة مع كل ما يحدث فيه إنجازات مش بس مع الأهلي ده قبل كده حتى مع منطقة مصر ولكن كان هناك صوت دائما مختلف في الإعلام والإزاعة التونسية والإشادة بعلي معلول من مكرم الحصقي وطارق المسعودي نسمع قاله إيه عن علي معلول وحينما يكون الكلام في نطاقه الصحيح شون بشي يصير مهما كانت المكانة متاعه مهما كانت المحبة متاعه في قلوب الأعشاخ الآلي وغيره نتصور ودموعه وبعد المباراة دليل على حجم الضغط اللي كان عايشه وبضرورة عادلة را وتنرجم اليوم تكون محلل مش بضرورة تكون لعبت في الزمالك ولا حتى في ريال مدريد را وتنرجم حتى تكون مدرب وملعبت شكورة وتنرجم تكون محلل فني وناجح ولعبت حتى في أقسام الصفلة الرد كان من طريق عن طريق الأسطورة متاعنا علي معلول في مباراة العودة ولسيست السادس لعلي معلول هذا الموسم في الشامبيونز ليج نعم علي معلول أسطورة في نادي الأهلي وأنا نتألم ما بيني وبين نفسي علاش ما استغلناش علي معلول في المنتخب ليس لضعف علي معلول بل تلك هي أفكار وأسليب لعب بعض المدربين اللي تعدّيهم المنتخب علي معلول كنا نجم ونجعله منه قوة في المنتخب اليوم الأفكار تطورة اليوم أسليب لعب تطورة اليوم نشوفه أظهره فنية في مستوى عالي صنعوا منهم معناها نقاط قوة وإلى غورديولة الأظهر اليوم يصنعوا الهداف ويسجلوا الهداف كامل فكرة على علي معلول علي معلول تعله ليس معلول تعله ليس معلول تعل منتخب ما نكونوا صراحين وعلي معلول لأننا نقول أحد أسطير الأهلي المصري اللي لعبوا في الأهلي لكن في المنتخب حاجة أخرى ناصر في المنتخب علي معلول ما كانش الناس كل كانت تستنى فيه وعلي معلول في الأهلي كل شيء مبني عليه هو كتشوف الأرقام اللي يعمل فيهم في المنتخب تقول نفس الكريم في المنتخب حاجة أخر لأنه في المنتخب يتحاسب على كل غالطة لأنه في المنتخب مستوى عالي لأنه منظومة كاملة في الأهلي عادلة مبنية على علي معلول ده العين اللي شايف علي معلول صح مع النادي الآلي وازاي الناس كلها فتماعي علي معلول عنده تامن مساهمات ودي أفضل بطولة إفرقية لعلي معلول تخالف في السن ده في 33 سنة علي معلول بيقدم أفضل بطولة إفرقية مع النادي الآلي بتمن مساهمات والمساهمات في مباريات كبيرة جدا ومؤثرة ولها بصمتها ولكن الفكرة بقى في تونس علي معلول وأنا متفق جدا مع الرأي أن علي معلول لا يحظى بقدره المستحق لدى الإعلام التونسي فيما يخص مساهماته مع المنتخب ودوره مع المنتخب بطولات لم يتواجد فيها علي معلول وشفنا الأداء للبدلاء ومش حابب أقلل من بعض اللعبين التوانسة كان بعيد جدا مباراة تاريخية زي مباراة فرنسا اللي هي من أعظم المباريات اللي بالنسبة لمنتخب تونس في تاريخه علي معلول كان مشارك فيها والفوز على فرنسا وليه بصمته والناس كلها قالت وان كان من أفضل اللعبين على الجانب الآخر المباريات اللي حقق فيها المنتخب التونسي خسرتين في كأس العالم كان علي معلول مش متواجد حاجة كمان علي معلول لا يأخذ حقه من حتى في التصفيات دي يا جماعة علي معلول المنتخب التونسي متصدر التصفيات في مجموعته بعشر نقاط فاز على ليبيا مباراتين وراء بعض الدوله ست نقاط هم اللي صنعوا الصدارة والأريحية في المباراة ان علي معلول حتى المدير الفني بيرياحه في المباراة القادمة لانه قال انه هو مجهد علي معلول يا جماعة في المباراتين ليبيا اللي وراء بعض مساهم في المباراة الاولى والمباراة التانية هل علي معلول أخذ قدره انه هو خارج من المنتخب اتحط في الفريم بتاع انه ده لعب كبير جدا واحنا بنحافظ عليه وعشان مجهد انا حسيت انه ماخدش قدره في الاعلام التونسي وحتى الناس اللي بتتكلم يا جماعة موقفتش عند الراجل ده ليه مساهمة في المباراتين اللي خلونا نتصدر يعني ليه بصمتين واضحتين دونا عن اي لعب اخر هو اللي في المباراتين كان ليه دور حاجة كمان علم معلول ده جماعة من اكتر 15 لاعب في تاريخ المنتخب التونسي من حيث المشاركة في المباراة تخيل من اكتر 15 لاعب في تاريخ المنتخب التونسي من حيث المشاركة في المباراة برضو بشوف انه هو مدبروس ده في الاعلام التونسي وعلي معلول عندنا فعلا واخد حقه ما تقلوش من دي علي معلول هو اسطورة اهلوية بتمشي على قدمين دي ما فيهاش خلاق ولكن في رأيي في تونس فعلا ما خدش نفس القدر فارس حتى البطولة اللي كانت بتنظم في مصر تم استبعاد علي معلول كانوا من انواع حتى الدعم المعنوي انت بتستقلب قيمة اسمها علي معلول بديل يا اسمها بديش نشن مرضوط خالص اعتقد يعني الموضوع عند جماهير النادي الاهلي كانت وثقف ابو كريم وهيكلم ارفع راسك يا ابو كريم لأسباب متعلقة ان ابو كريم في مباراة التراجي في ملعب التراجي التونسي لما غلت في الشوت الاول كان شعلت نشاط في الشوت التاني وسجل هدف وصنع هدف لاجيئ من الجابهة اليمنى فسقت جماهير النادي الاهلي فعلي معلول اكبر بكتير مما تعتقدون وعارفين لو غلت غلطة واحدة بيعوضها ببطولات ويكفي انه صاحب الاسست ولكن عشان بما اننا رحنا بقى للاعلام التونسي وعلي معلول وبنروح دايما للاعلام العربي في قصة تحقيق البطولات اعتقد عندنا ايضا يعني وليد الهشري وفيديو اتكلم فيه عن النادي الاهلي بعد تحقيق البطولات او عن النادي الاهلي بشكل عام خلينا نسمع تعقيب الكابتن وليد الهشري خاصة ان هو نافس قبل كده النادي الاهلي اتكلم عن النادي الاهلي حاليا نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا الاهلي لا مصري يحقق اللقب 11 البارح كان ضد الوداد البيضاوي بعد متعادل 11 كان ربح في القاهرة 2-1 ماتش متوسط جدا الاهلي ما كانش خير لكن في اللخر بالكل كما اغلب مقابلاته في الادوار المتقدمة الاهلي يعرف يربح ويعرف يروح بالالقام داعه لماذا الاهلي بذات وليده؟ ما فماش سر في الحكاية حايدر بعيد بارشة على الثاني والثالث الاهلي عليش الاهلي؟ الاهلي على خاطر الى اودو سود توتل الزيكيب اللي موجودين في القارة الافريقية بما فيهم ترجل تونسي اللي يعتبر اكثر فريق معناها ملقب في تونس واكثر فريق معناها هز معناها تشامبينز ليج لكن الاهلي بعيد على الترجل بعيد معناها دون لسانس اللي الالقاب اكثر بتبع معناها الامكانيات اللي عند الاهلي لحقيقة تتفق عالترجي السنية تشوف اللي فيكتيف اللي عندهم وتشوف اللي فيكتيف اللي عند البقية تحس الفرق معناها تدقاعن و怎么 يجوز الزيد زادة عندهم امكانيات ساندىونز عندهم امكانيات الجزائیرين عندهم امكانيات مالية المغاربة عندهم امكانيات مالية لكن الاهلي هو اللي ييمس بلسيتا سياغط شوز اخوي عندهم حاجة بالحق عندهم ميزة العديله لاما للي عندهم ميزة لي ما عندش الفراق الاخرى وفما مرة أسألني تقريبا فهمي ونسيت وقت اللي بيش تلعب مع الهلال السوداني يا هايدر سألني قال لي معناتها وليد شنو أرايك قطلو كي تنتصر اليوم واحد بشي معنا تقعد تستنى قال لي ما تصيرها بيدها معنا تنتصر تتعدى قطلو راو مينموم دومي فينال مينموم دومي فينال لهلي ما تنجمش اليوم تقول لهلي لمصري ما ما يخلطش الكاريداش ولا ما يلعبش نهائي ديما ما تلقاها موجود يكون ساعات بعيد راو ناس تتكلم اليوم كانت ساجل ضربة الجنازية في السودان راو لهلي ما تلعش ومالعبش معتها ربع نهائي لكن فريق كيمال لهلي تخليه وتعطيه الفرصة بش يخلط لك دومي فينال ومبعد خوية ما تستنيش حاجة كبيرة درس مهم جدا للعبي منافسي النادي الاهلي محليا اللي بيطلعه في الاستوديوهات بعد التقاعد وبعد خلص الاعتزال يعني وليد الهشري خسر نهائيات أمام النادي الاهلي والنادي الاهلي حقق بطوله على حساب الترجل التونسي في وجوده في الملعب ومع ذلك لما بيجي يتكلم عن النادي الاهلي مش هاي البقى ضغينة مش بيقول أنا أفضل راجع للمنطق والأرقام قال إيه؟ النادي الاهلي أفضل فريق في كارة أفريقيا بما فيهم الترجل الترجل له فريقه السابق يعني ده نوع من أنواع الإنصاف احنا بنفتقده في فقرة علي معلول لقينا ناس بترد على رأي ما كانش سليم في الفقرة دي بيتكلم لاعب سابق عن عظمة النادي الاهلي وأحقيته على حساب فريقه لأن الأرقام بتقول كده يا جماعة عندنا بنقض بتناقش مع الناس كتير في قصة الأرقام دي بحاش بيؤمن بيها فياريت نتعلم من الناس دي بجد والله ياريت نتعلم الإنصاف بالتأكيد فيه فيه أراء بتبقى برضو على طريقة رضا عبدالعال وأكيد أنا تناولها لكن اللي بيقدمه الكابتن وليد هشري هو أنواع من أنواع الإنصاف اللي قال نقطة كمان مهمة جدا ودي بتاعكس شخصية وهوية النادي الاهلي قال لو الفرصة اللي جات للنادي الاهلي ما بين إيديه في مباراة الهلال السوداني وصعد على الأقل على الأقل النادي الاهلي موجود في النهائي ده هو النادي الاهلي فين؟ في دور المجموعات مهم جدا مش بس أن انت تبقى مؤمن بثقتك في نفسك كمنتمل النادي الاهلي لا ده انت كمان صدرت الصورة اللي أصبح المنافس ليك مقتنع تماما اللي انت لو عديت من دور المجموعات على الأقل يا فرص هتكون متواجد في المباراة الهائية ده اتزان نفسي كبير الراجل بس مش بيقول أن النادي الاهلي يتخطى الترجي ده قال النادي الاهلي بعيد عن الترجي وأعتقد يا جماعة الناس بتحاول تصلح من أخطائها عشان بيعملوا ده وعشان بيشوفوا الصورة بشكل سليم وعشان عندهم من التصلح النفسي اللي يخليهم يدوا لأهلي قدره على فكرة هو ما جملش النادي الاهلي في أي حاجة كل الإشادة اللي احنا بنعرضها والكلام اللي بنستعرضه ده فقط ادى لأهلي قدره ولكن كان فيه ناس كمان من تونس ادت النادي لأهلي قدره نسمع نبيل خيرات قاله عن الأهلي والوداد مع مقدب البرنامج حيدر الشرطي الأهلي نوباريزوت خطر الأهلي تسيمبل ما عنده الترديسيون عنده الكولتور متاع متاع الشامبيزي جفريقية حديش اللقب مش من عدم الأهلي في أسوأ أيام ويفوز باللقب الأهلي اللي مر ثاني في مجموعة والأهلي اللي كان فيه آخر لحظة بشيخرج من المتور دي بول لكن الأهلي لما يمر من ثقب الإبر يلعب النهائي هذاك هو الأهلي ما شوف لنش البارح بقدمش مباراة كبيرة أبستركسيون فات المباراة الذهاب كذلك لكن الأهلي عنده الترديسيون بش يفوز بالعلقاب كيما المتخب المصري عنده تسع كوس أفريقية للأمم الكورة المصرية متفيقة على السعيد الأفريقي لأنه يحسوا روحهم خير من الناس كل الحقيقة هذي أحقيقة البارح الويداد كان أفضل في الشوط الأول لكن الجيسيون بتاع الماتش كانت مثالية بالنسبة لأهلي عرفق تشوقت المباراة أنا جسويت ريزوريو لعلي علولو اللي في الذهاب حملوه مسؤولية الهدف حملوه مسؤولية الهدف في الذهاب وبيب وقف معاه في الفيستيار وقالوا أنتي بشكون وراه هدف الفوز بإذن الله في الهياب والبارح أصيست على الرأس عبد المرعم كان التتويج ممتاز جدا والبارح مشاركين فيها لأنه عندنا كريستو وعندنا بطبيعة الحالة عليه معلول وشوفنا عالم تونس كان على الميدان كذلك مهم جدا وفي الحالي برش علي اللي يعمل الجيستة ذا ووقت اللي يشبد عالم تونس في تتويج الأهلي لمصري حاجة مهمة يصر فقط للناس اللي الأهلي أعمل طلع على الأورجاني جرام شوف الإدارة شوف إدارة التسويق شوف الناس المسؤولة على الانتدابات شوف العقود متع الاستشهار اللي صحوها كل موسم شوف طريقة الانتداب شوف أسوام اللاعبين اللي قعدوا واللي يتباعوا واللي يتشريوا الأهلي المصري توتفهموا عليه إمبراطورية الأهلي المصري إمبراطورية الحقيقة النادي الأهلي المصري إمبراطورية الحقيقة ده اللي قاله الإعلام التونسي عن النادي الأهلي ده اللي تقال عن النادي الأهلي إنه منظومة خارج المنافسة الإفريقية إنه نادي أوروبي إن هو يمنح ما لا يملكه الآخرين حتى في كل الأندية الإفريقية دي الإشادة بالنادي الأهلي بمنظومته الإدارية بقدرته الفنية بفجرة تواجده في النهائيات بالشكل المرعب ده وثقافة النهائيات والحقيقة إن أنت لما تسمع الكلام ده بيختلط عليك الأمر ما تعرفش تفرح ولا تحزن بيجي لك لحظات كده بتبقى مش فاهم يا جماعة هو الناس المنافسين اللي خارج مصر هم اللي المفروض يقولوا علينا كده هم اللي المفروض يدوا النادي الأهلي حقه بالشكل ده وإحنا وسطنا ناس بتكره إنجازات النادي الأهلي مش قادرة تشوفها بتتعبها نفسيا لما تيجي تلاقي الناس بتتكلم عن استحقاق النادي الأهلي وأفضلية النادي الأهلي وإمبراطورية النادي الأهلي ده مصطلح لم أسمعه من أي إعلامي مصري محايد لازم تقف وتفكر إزاي هنا بتيجي ناس تقول هدف عبد المنعم بالسحر إزاي تيجي ناس تقول وكالة الأهرام وحقوا الرعاية إزاي هنا تيجي ناس تحاول كل مرة تشد إنجازاتك لتاح إزاي كل مرة تيجي ناس تحاول تسيق لإنجازاتك وتتهمك فيها وتخلي الصورة سيئة ويحاولوا طول الوقت يشويهوك شيء لا يمكن تصدقه إن الإشادة بتيجي من ناس بره وناس هنا جنبك والمفروض عارفة النادي الأهلي وتاريخه هي اللي تحاول تسيق إليك أعتقد الكلام ده رسالة الناس كتيرة جدا إن عليكم إن انتوا تتكسفوا من نفسكم لما يبقى الناس مدركة قوة وقيمة النادي الأهلي وانتم هنا لأن بتحاول تداري فشلك على مدار 22 سنة إفريقيا فتحاول تقرب النادي الأهلي ليك بدل ما تحاول تتعلم من نادي الأهلي لأن الناس دي قالت إنك لازم تتعلم من نادي الأهلي في إفريقيا مش تكره النادي الأهلي ولا تحقد على النادي الأهلي بصوا الحياة فرس يعني طب بإنك جاوبت على القصة كنت أنا هجواب هو ليه أصلا بيشدك لتحت ما هو أصل الإعلام العربي ده جماعة محدش فهمهم ولا اللاعبين السابقين معظمهم يعني محدش فهمهم إن فيه تنافسية مع النادي الأهلي هم عارفين كويس قوي قيمة النادي الأهلي عارفين كويس قوي المسافة بين أندياتهم مجتمعة ككرة قدم في سواء في تونس مع كامل احترامنا أو المغرب أو الجزائر عارفين قيمة النادي الأهلي إنه بعيد بعيد قوي فشايفين النادي الأهلي بعيد وعارفين كويس قوي إن الوصول لنادي الأهلي صعب وما اطلقوش في الصغر قصة إن الاتنين على مسافة واحدة ما جاش عندهم اللي يقول لهم أصلا عندنا قطبين في كرة القدم أجماعة كل التأدير والاحترام لمنافسي النادي الأهلي المحليين ولكن لما تتحدث عن الأرقام النادي الأهلي في مكانة بعيد قوي 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 عن قارب منافس ليه ممكن يكون قدرك السيء وضعك في دولة فيها النادي الأهلي أو في كرة فيها النادي الأهلي لأن النادي الأهلي رقم واحد ممكن يكون مشكلتك الحقيقة دي لو أنت كنت في مكان تاني قدرت تحقق بطلات بالعدد اللي أنت محققه تكون من أندية الصفوة هناك أو أندية القمة هناك أو المتصدر هناك كانوا عايزين نروح أزباني لكن ما دي برضو صعب يعني مش عارف يحق الدوري في مصر قالك عايزين نروح نروح في الدوري يعني خلينا في أفريق يعني في بلدان في أفريق يعني صعب أو أزباني تأي جماعنا بنهزر يعني الموضوع صعب جدا ومش كل أبيض بقى مالكي يعني لكن خلينا في قصتنا وفي موضوعنا لأن ده كلام مهم جدا لأن احنا مش بننظر نظرة سلبية لإعلامنا بشكل صرف بحث لا عندنا سلبيات في أعلامنا بشكل عام وعندنا إيجابيات عندنا ناس منصفين وما أقلهم وعندنا ناس يعني غير منصفين وما أكثرهم على الجانب الآخر زي ما احنا بنتحدث في كل دولة في كل إعلام في ناس منصفين وناس اتعدت أيه والله اتعدت من هنا إحنا هنا صدرنا نموذج ترند معدي فأنا عايز أركب ترند أعمل إيه هقلد العدوى اللي هنا عندهم إعلامي ورياضي ولها بصابق اسمه الكابتن خالد القربي اتكلم بنسخة رضا عبد العال التونسية خلينا نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيم مهم جدا الرجل كل أهلي الحقيقة خطر ماتش كبير بعد عودت فرش في ماتش تاريخ وبعد عودت فرش في ماتش تاريخ على خطر الماتش الكبير سيطوف المتون له هو لا فيش بتاع الربعاني لا فيش هيا الحقيقة هنا حطت واحد بالتليفون وحتف التلفزة نشاء الله الناس اللي لابس عليهم كلها كيك فما شكون حطت حطت آيباد وحطت تلفزة وحطت التليفون وحطت أورديناتور فريمون كانش قبيل فيسك ما يهبتوا عليه الحقيقة الماتش لوليني دخلت دخلة قوية للراجي جب ديزاوكازيون عرف فلاش الأهل يتمتص شوية من الول أما ضاعت ضاعت بكود اوكازيون من الول للراجي دخلوا كبيرا مكابلين من الول جمهور ضغط على جمهور إلى حد في دقيقة الاربعة وخمسة وعبعين زي داربعة جاءت بيلانتي الناس كل فرحت خطر وقت ممتاز دايب مركات بيلانتي ودخلت الفيساريت وورا المتاع الأهل يهبت جميتون الزيرو فما سوء حظ ممكن دربت على ترونس فيرسال وهطت الكورة بمبيت لبرة فما سوء حظ حاجة أكثر شو نقول لأنه هارد لك الجميع الرجوية على خطر الحقيقة صحقت بيش تتعدى على أحساب الأهلي خطر الأهلي في المتش المتاع الرتور معاملت حتى وكازيون معاملتش معانتا جاءت لعبة الديفونس وانا الحقيقة رأى ومانيش ضد الأهلي أما اللي نشوف فيه الأهلي ما هيش الكل اللي يكيب اللي معتنس كل تخاف مانا تخاف من السانداون أوكي معاك أما الأهلي الفريق معانتا مع كل احترامات يلي متواضع وإذا الاسبرون صارك يشترى عادي حتى مع الغيابات حتى مع الغيابات خطر أنا ريتم معانتا فريق عادي يعني يعني قلنا لكم النسخة المعضية انتقلت لتونس يعني الكابتن خليك ربي اتكلم بوضوح بعد صعودي النادي الأهلي على حساب التراجي أنه بيقول هرد لك على حساب الرجاء هرد لك لجمهير نادي الرجاء أنتم كنتم اللي عندكم الاستحقاق أنتم تصعدوا للدور نصف النهائي الحقيقة يعني ركلت جزاء ضائعة وفي ديها اللغاية ديها 45 مفيش هجمات وبدأ يتكلم عن مبارات الزهاب ومبارات العودة وشايف أن النادي الأهلي مش بيخوف وعلى التراجي أنه هو هيعبر النادي الأهلي بسهولة قال له حتى مع الإصابات قال له حتى مع الإصابات ده الأهلي صعد على حساب الرجاء عشان سوق حصد فريق الرجاء فقط لغير وإن النادي الأهلي ما يخوفش أنت ممكن تخاف من سان داونز تخاف من أي فريق تاني إلا النادي الأهلي مبدأين الجملة دي الجملة دي محتاجة سحب ترخيص الزور في الاستوديوهات التونسية ما ينفعش وإنت بتتكلم عن النادي القهلي تقول أنا ممكن أخاف من أي فريق إلا نادي الأهلي كده أنت مقرتش عن النادي الأهلي أنت ممرتش على قارة أفريقيا وسمعت عن النادي الاهلي. انت ما استشرتش حد يقولك لما تتكلم عن النادي الاهلي. في جمل محظورة عليك ان انت تقولها. الجملة دي محظورة عليك ان انت تقولها. ما ينفعش تقول النادي الاهلي بيخوفش. لان النادي الاهلي بيخوف وبيخوف قوي. وبتصل لمرحلة من الرعب. ان انت تواجه النادي الاهلي حتى لو هو من وجهة نظرك. فاسوأ حالته. هنسحب منك الترخيص. ده المفارقة اللي تتخيلوها ان بعد تصريحه. اللي فيه عدم الخوف من نادي الأهلي هو بيقول له ما عددتش على أفريقيا أسامة هو أنا أصلا يعني في اعتقادي أنه هو مش أفريقي يعني الكلام في حتة كده سينمائية اللي هي إيه أن بعد كلامه يعني أن النادي الأهلي فريق ما بيخوفش وأن النادي الأهلي يعني عدى الرجاء بالحظ جاء النادي الأهلي على حساب التراجي في ملعبه أكبر هزيمة في تاريخ التراجي أفريقان على ملعبه فرانس وكان هذه النتيجة إهداء لتاريخ التراجي وإهداء لخالد القربي اللي هو يا حبيبي ما تقربش في الحتة دي تاني تلعبش في الحتة دي تاني ما تحاولش في الحتة دي تاني لأن الضريبة بتكون صعبة استفزيت النادي الأهلي فعقبك النادي الأهلي فأعتقد كان لحظة من اللحظات إيه يعني كده أن أنت بتاعتقد في نفسك ما ليس فيك ولكن أنا مش عايز أتكى قوي ومش عايز أدوس قوي لأن سبحان الله على الأقل خالد القربي رجع وراجع نفسه في لحظة عندنا ناس كتيرة جدا بتكابر النهاية راجع نفسها راجع نفسه إزاي لما تسمع خالد القربي بعد تتويج النادي الأهلي بالبطولة كان رأيه لسه أن النادي الأهلي ما بيخوفش وأن النادي الأهلي مستحيل يوصل للنهائي ولا رأيه تغير تماما نسمع خالد القربي بعد تتويج الأهلي أليه بعد سنوات في السنوات القليلة القادمة مش يكون فهمة أليانز آرينا في مصر خاص بالأهلي المصر الأهلي بابت استثمار في إفريقيا نتصور أنه الملعب ذلك مش يكون ملعب إيهز أكثر ممكن من 42 من 35 كما في نيس خاطر الأهلي المصري قاعدة جمهيرة كبيرة شوف أمين أحسن أحسن أنا أحسن أنا أحسن نحن أحسن أحسن كبيرة أحسن إذا كنت أحسن أحسن شاحات أشريتهم من عرش خمسة مليون خمسة مليون ملعبية 3 أو 2 مليون برسيتاو أنا ملعبية تلعب تلعب خمسة أو ستة مرات نشوفت الكمبليكس معنهم مقرأة بثلاثين تلعب عندهم دي غستوران في وسط الملعب بوتيكي مركب ترفيه مركب ترفيه مركب ترفيه الميزانيه اللي عنده أو ميزانيه كبيره ميزانيه فريق أوروبي فريق أوروبي بانسور معنة قاعدة تقارع معنة في الفرق قاعدة تحسها قاعدة تشبه في روحها بالفرق الأوروبية قاعدة ماشي على الخطام بتاع الفرق الأوروبية سيبا أدون يا تول موند فريق قاعد يخدم كل عام يحبيز تيتر أنا قلت لك ديفونسور متاحهم هذي خمسة شامبينز ليج وتشوفوا كيفية فلسير بعد ترحل بيدات ربيعة تشوفوا تخش عليها أول مرة رئيسة شامبينز ليج ما تعبيد جوية على كورة عبيد جوية على تيترويت إخواني لقد تصرعنا في الحكم على خالد القربي يعني الراجل ما خدش بس يعني شهر عشان يرجع يقول الفريق اللي كان بيقول عليه خالد القربي ما تخافش منه أو خاف من أي فريق تاني في البطولة إلا قال أنا للنادي الأهلي قال 11 لقب النادي الأهلي بيلعب أربع نهاية على التوالي عنده لاعب فقط زي ربيعة خمس ألقاب دوري أبطال أعلى من أي فريق تنسي في عدد الألقاب قال إن النادي الأهلي منظومة أوروبية وفريق أوروبي ولا يا أسام ده طلح حافظ النادي الأهلي لأن قالك نادي اجتماعي عنده حتى على مستوى الأعضاء بنية تحتية وفروع وإنشاءات فأعتقد يعني إحنا سمحناك في اللحظة اللي كانت استثناء ولكن مش قادرين نسامح ناس كتيرة جدا بنسمعهم في الرياضة المصرية لأن حتى يا أخي أنت ناس اللي كانت بتقول رأي سلب ضدك ما قدرتش تكابر ما قدرتش تفضل جواها المشاعر السلبية ضدك وها شايفة إنجازاتك ما قدرتش تقول لك سحر ما قدرتش تقول لك حظ ما قدرتش تقول لك تحكيم ما قدرتش تقول لك مجاملات الناس نفسها رحت وقالت لا ده فريق أوروبي وهنا مزالت الناس ماشية وراء البعض اللي بيحاول يمسح وقولهم عشان يبرر لهم الفشل وأعتقد لما بسمع الكلام ده بقول يا جماعة إن النادي الأهلي كان يستحق منافس آخر يحترمه ويقدر تاريخه بس لأسف ده حظم بص يعني مش عايزك تملأ إيدك منه قوي لأن خد بالك اسمه خالد القرابي لا خلينا في خالد القرابي بقى ما تملاش إيدك من كابتن خالد القرابي أعرف غلطه أعرف غلطه أعرف غلطه وأنا بقول لا هي القصة عدوى وهو معدي بحاجتين صعبين جداً معدي بفكر ومعدي باسم القرابي لكن خلينا نشوف الفيديو ده نشوف هو عند موقفه فعلاً في إنصاف النادي الأهلي وخلاص رجعاً إن النادي الأهلي ما يخوفش نشوف الفيديو ده ونرجع نعبق يعتذر عن المشاركة في كأل ملك سلمان الأهلي حسب القرار يخذه يفكر في الشامبينز ليك في السوبر ليك يعتذر لأنه ممكن المسابقة توقيتها في قوت القادم تنجم تعطل تحذيرات الأهلي للمسابقات الإفريقية نشي معك أمين يخمن في الشامبينز ليك وفي السوبر الأهلي الناس كل تعرفوا لي هو نادي القرن عنده إفكتيف وعنده جوارات نورمال ما يلعب على الوجهات الكل تحبوا لما تحبش البطولة العربية معروفة الناس كل تفرش فيها جماعة الكبيرة كل فيها أنا نقول القرار خاطئ أنه موش بشارك في البطولة العربية ده في الشامبينز ليك فريق متواضع والحقيقة كان بشارك مش قاسي شوية أنت تكون متواضع الأهلي؟ متواضع نحكي كراويا أنا يخي نحكي معك شماتا فيهم أنا قتلك قتلك كراو الأهلي نادي القرن وعنده فريق كبير لكن متواضع في الشامبينز ليك بصها كابتن خالد يعني أنت خليك في القربي وبعد عن خالد ده رقم واحد يعني خليك في اسم القربي وبعد عن خالد رقم اتنين أنت إزاي قادر تجمع ما بين رضا عبد العال واسم خالد لأن الحقيقة اللي أنت بتقوله ده شوية رايح وشوية راجع وواضح جدا أن أنت يعني محتاج أن أنت تراجع شوية كلامك عن النادي الأهلي لأن في مواقف كتير بتبدأ رايح جاي وفي تنقضات كتير جدا بتتكلم عن النادي الأهلي في بطول الدورة أبطال أفريقيا أنه فريق متواضع وشايف أن أنت كمان منصف وأن ده الطبيعي وده الوضع الحالي لفريق النادي الأهلي فريق بطل قرط أفريقيا رقم اتنين أنت بتتكلم عن النادي الأهلي أنه هو هيقاب المنافسين أقوية في البطولة العربية فالنادي الأهلي خاف أنه هو يشارك وخد قرار خاطئ أنت كده خالد جدا أنت كده في القصة دي خالد جدا أن النادي الأهلي لما بيشوف حسابات منطقية للموسم بتاعه مع الموديل الفني فتشوفها النهاية خوف لأ أنت كده خالد أوي كمان ولا فارس لا هو الوضع صعب لأنه جماعة ما بيثبتش على حاجة وإحنا حبينا نجيب ده لأنه نجيبنا كم من الإشادات من الإعلام التونسي بل بالعكس في الفيديو الجاي حتشوفوا أن الناس نفسها في تونس يعني مستغرباء أنت عم بتقول إيه فأعتقد شوفوا بقى الحتة دي والتحول ده برضو بعد الفوز بدور الأبطال هو 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 خالد القربي بنفس الستوديو بنفس القاعدة بس مش نفس الكلام لأن الكلام كان مختلف جدا عن مشاركة الأهلي في البطولة العربية اللي وصفوا عدم المشاركة فيه أن هو خوف تعالوا نشوف بعد تتوجي الأهلي بدور الأبطال قال ليه مع هذا نسحب من البطولة العربية كأس ملك سلمان مع هذا نسحب نسحب خاطر يعرفوا الشي عامل ويعرفوا خاطر يعرف يلزم يعطي يروبول الجواريتم تاو ويعرف اللي وقتاو نعم مش هدا كلمك راو شهرين التالي ها؟ مش قلت خالد قلت أنه خايف من المنافسة للمصري ليه؟ نجم يكون زيدا خايف من المنافسة فهم زو 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 حولول ياه هو لا راو اسمعني هو يخمم مش كلمه مش خالد خايف من المنافسة بدل كلمه ها؟ بدل خلمه خليكش قبل فكرة بتاعك يدخلك با ايه اخوة واحد دي خاطر تصريح شو بيقولك راو بيقولك تصريح راو ايه؟ شوف شوف امين شوف امين امين راو هما الاهلي المصري قاعدين يخموا انا بتصريح بتاعي كان قلتها سيئة اللي هما كان يخاف من المنافسة عازف شوية كان اما تواب بهزين الشامبينز ليج بالليفور اللي عملوا فما بعض يار دوماتيقين اختيار عندهم برشة ملاعبية في المنتخب مع انت هما قاعدين يخموا راحت الملاعبية يا عم خالد يعني انت انت هناك بتقول وبتنسى المشكلة ان احنا هنا فكرتنا ان ما بنسيبش حد ينسى يعني الاول كنت شاف النادي الاقلي انسعب عشان خايف اول ما تسألت السؤال هنا بقى من غير في لحظة انت شاف الاقلي فيها كبير وعظيم كاعدته نسيت خالص اللي قلته فقلت انه القرار عظيم وقرار مدروس وشوفوا النادي الاقلي نتيجة القرار ده ازاي مركز في بطولة افريقيا وعارف اهدافه الراجل قالك يا عم ده ما كانش كلامك انت ما قلتش كده خالص مهم ده فارس مهم الاعلام يبقى قاعد لما يسمع كلام يبقى فاكر مش اعلام قاعد بيسمع كلام متناقض وبيعدي لا معلش الناس هنا بتبقى فاكر والله بس الكلام على هواها وانا عايز اقولك يا عسامة مفيش حد هنا بيبقاش فاكر مفيش حد هنا مبيبقاش فاكر ويمكن بمناسبة اقاف احد البرامج يعني صادر القرار باقاف احد البرامج نتيجة الامور الغير مهنية اللي كلنا تكلمنا فيها في مدخلة لاعب اعتقد حصل كتير جدا يا جماعة من الامور اللي تخص مدرب النادي الاقلي اللي تم تنمر عليه ولعيبة في النادي الاقلي تم التنمر عليه وكتير جدا من الاسئات نتمنى ان الناس دي ايضا لما يكون فيه امر يخص النادي الاقلي يبقى فيه وقفة تجاههم نشوفك بعض الفاصل وعندنا كلام مهم جدا 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 اخو اتروح في اي حاجة ورجعنا لكم تاني ولسه اللي لم كملها وبعد ما شفنا الاعلام العربي بيتعامل ازاي مع النادي القالي وشفنا الايجابيات وشفنا السلبيات وشفنا ازاي بيكون دايما فيه امانة في الستوديو لما يكون حد بيشز في القراء حد بينسى قراءه لكن الحقيقة مهما حاولنا نوصف ما يحدث في بعض برامج الاعلام الرياضي المصري مش هنقدر نصل لمرحلة ما هو اسوأ من اللي احنا هنتناوله حاليا الحقيقة الكابتن رضا عبدالعال بنى فلسفته الاعلامية على قصة الترند والترند ييجي ازاي قدم اي كلام بدون معنى بدون سند بدون اي فكر فني او اداري والكلام ده عالي فيه اوي وما تخليش حد يقولك اي كلام مضاد ليه وانت هتبقى ترند واتنتقل من مكانة اعلامية لمكانة اعلامية اخرى لا 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 مش على سبيل النقطة ادرج وبدأ يتعامل وياخد خبرات الكاميرا والكلام ده كله لا مكانة مادية هو خلاص بقى بيلعب على النقطة دي النقطة دي هي اللي مشغلاني النقطة دي هي اللي مخلياني اظهر النقطة دي ما انا ما عنديش حاجة تانية اقولها جماعة هو انتم فقرين لما اتجبونا اتكلم فني هيكون عندي فني اقولك ما عنديش والله هتيجوا تكلموني اقداري انا عندي اقداري اقولك ما عنديش والله انا عندي ايه انا عندي اي حاجة فاي حاجة نعلي بيها السقف ونطلع ترند ونتعايش وتزيد المشاهدات ده رضا عبدالعال باختصار شديد طب هل ممكن في وقت من الوقات يغلط مرة ويغير موقفه اللي هو واغده على طول الخط ده لو تم احراجه بفطولة تم احراجه بفوز لا 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 انا رأيي ثابت مش مبدأي ثابت اصلي في ناس عندها ثبات على المبدأ لا كابتن رضا بقى عنده ثبات على الرأي ايه هو الرأي اللي هو لا حاجة تعالوا نسمع الفيديو ده عشان نعرف الفارق ما بين اسوأ ما تناولناه في الاعلام العربي واسوأ ما هنتناوله من كابتن رضا عبدالعيل ازال كابتن ده الاهل السنة يبدأ عشان ما لعيبش احد ايه عشان ما لعيبش احد لا في لا بص كده في العينة كابتن في الملعب استنى بس يا كابتن استنى استنى بس استككى على صبر استنى بس استنى بص في ملعب العملية التنظيمية مختلف عن الاهل دي دراجل ونصح في جايب يأكل عين مين ده كولر ازال كابتن ايو كولر لا لا ده مدرب هايل. يا مين اللي قال لك مدرب هايل. هايل. يبقى انا اسمع بقى. مش هادت الناس كنها درجة مدرب. يا قد احما ليش دعب الناس. خد مننا بقى. خد مني. واسمع وكيف. انا قلت لك مش يحكم عليه دلوقتي. عزر. تمام. قلنا بعد المشور. بعد مطش. مم. في يوتشر اللي فات حكمت عليه خلاص. عشان. ليه? اديه عشرين. فيه طرد اللعيف في يوتشر. فيه نقص عدد. مم. اديه اتنين وعشرين. الاهل بيجيب الهدف الاول. طبيعي تنزل تجيب التاني والتالت والرابح. صح? وطرد حصل. ما انا قلت لك في الديه عشرين. طرد حصل. في الديه اتنين وعشرين. النادي الاهل احسن الشحاج ده بجون. صح? صح. فين هو بقى طول السبعين دقيقة. وارد ده. ده مش وارد. ليه? واقف نايم على الخط. واقف نايم على الخط. الكلام ده. الكلام ده. لما تعدوه تاني وتسمعه تاني. هتعرفوا فلسفة كابتن رضا عبد العال اتكونت منين? فلسفة كابتن رضا عبد العال اتكونت من جمل بتكتب على تكاتك. لما قولك اتك على الصبر. اسمع مني بقى وخد وتكيف. ده مش كلام اعلامي ولا كلام رياضي ولا كلام فني ولا كلام اداري. ده كلام بيشوفه مكتوب على ظهر توك توك. فبيجي ينقل هل نحن في الاعلام الرياضي. ده كابتن رضا عبد العال اللي هو. انا قاسف جدا. ما عندوش اي سيفي. اي سيفي يذكر في التدريب. ولما راح فرق يعني كان المفترض تصعد هبط بيها. وحاجات كتيرة جدا 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 جاي بيتحدث عن مرسل كولر. مدير فني الناد الاهلي اللي قدر انه هو يحقق دورة ابطالة افريقيا. بس انت هتقول لي لا. لحت صراحة صراحة. الكلام ده كان قبل ما كولر يحقق دورة ابطالة افريقيا فما تهرجش بقى سامة. لما يمكن الراجل لما بيحقق دورة ابطالة افريقيا. بيكون موضوعه اختلف وبيكون موضوعي وبيغير قصة التكاتك ويروح لأي وسيلة مواصلات اخرى. معرفش بقى. لا. كل الناس ممكن تتوب. الا كابتر رضا عبد العال عن اي شيء سلبي يقص الاهلي لا يتوب. لما نسمع كابتر رضا عبد العال والنادي الاهلي متوج بدورة ابطالة افريقيا. في لحظة الاعلام العربي كله بيحتفي بيه. رضا عبد العال كان رأيه ايه في كولر. نطلع ونسمع. قلت ممكن نزود جملة تانية عالتورتاية بعد اي اذنك. لو الاهلي كسر. قلت اي جملة ممكن نزودها. طب انا عيس جملة بس هنكتب كولر مدرب علامي. لا لا لا. ليه لا يا يا عم روح اجري. ليه بس. يا عم روح اجري. خلد. 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 طب مهل الكسر. ما تنرفيزي جي الراجل. انت بش اولا. انا الراجل. يا يا كابتر رضا. انت بش اولا. طب استنى بس يا مهي. يا غضع انت مالك بقى ايه. ايه. بولك ايه. يا ابني اللعيب. يا غضع مش هكتقوك وربنه ده لو خدمت بطولة الراجل معنظر ده ماسك النادي الاهلي اللي بيكسب النادي الاهلي وجمائيره مش هو ده بيغار في الديع 70 يا راجل يا راجل بيغار في الديع 70 يا راجل يا راجل روح بقى الله يسمحك يا أخي الله يسمحك عصبتلي الراجل وأنا عمل ملاسيسه ده يقول لك أبه لازم تيجي تنرفزه في الأخير والله لازم تيجي تحط الختمة مش هو كابتول يا أم انت مالك انت مر الرعال والراجل سحقف لك في الموضوع اللي يفتق ماشي أنا موافق وقتك بيخلص بس أنا ما تقول لي أنت خلاص يا كابتل رئي ده حقك عليك أنا حاجيب أنا يا أفتق اكتب عليك يا أم حقك عليك ما تكتب اللي انت عايزه اكتبه بص وانت داخل اكتبه على سيد رجل واحنا بندب نادي الاهلي حقه وبنجيب الناس اللي بدت النادي الاهلي حقه لازم كمان نجيب الناس اللي طول الوقت كانت بتحاول تشد النادي الاهلي التحت وعلى رأسهم رضا عبد العال لأن القصة ما كانتش مجرد رائي القصة وانت بتحاول تقف على رجلك كان في حد طول الوقت بيحاول يخليك ما تقفش بيحاول طول الوقت يستهدف كولر معنويا وعملها مع مسماني وعملها مع غيره لأنه طول الوقت المدرسة واحدة ان النادي الاهلي مش حقق أهدافه طول الوقت المدرسة واحدة ان دلوقت يقول ده النادي الاهلي يكسب بأي حد النادي الاهلي حقق البطولات بأي حد ولما تيجي تختار اختيار سيء أو تختار اختيار ما حققش البطولات هتلاقي رضا عبدالعال في أول الصف اللي بينسى كلمة ما تحققش بأي حد وحيقولك ان انت فشلت ليه لأن كان ده هدفه كان هدفه مع كولر وهو قبل اللقب وبعد اللقب بيقولك مدرب مالوش فيها لا مش كولر اللي مالوش فيها انت اللي مالكش فيها صدقني والله مالك فيها بكل الطرق مالكش فيها عارف ليه لأن لما تيجي على أستاذ تدريب حقق بطولات في سويسرا وصل بالمنتخب النمساوي للترتيب العاشر على مستوى العالم كأفضل تدريب ليه في تاريخه للأسف ما كانش يعرف انه هيجي يوم في تاريخه يقيمه واحد قال على نفسه هجاص ما كانش يعرفها كولر وهو راجل بيكتب عنده من أعلى الأكاديميات العلمية في العالم في كرة القدم تقييماته وتحليل لشخصيته واسماته الفنية والشخصية ما كانش يعرف انه هيجي رضا عبد العال في يوم قاعد في ستوديو يقول عليه مدرب مالوش فيها ما كانش يعرف يا جماعة الناس دي طول الوقت بتحاول تضل العقول الناس احمل كرة المصرية من أمسان رضا عبد العال الناس دي بتحاول تطفي أي حاجة منورة في الرياضة المصرية ما انفعش يا جماعة ناس وصفت نفسها بالهجاصين نسيبهم يكلموا الناس ويخاطبوا الناس في الكرة وانا هنا بقف عنده جملة عظيمة جدا للفنان إيهاب توفيق لما قال له رضا عبد العال جملة واضحة وصريحة قال له انت قاعد في المكان ده غلط دي جملة لقصت حاجات كتيرة جدا الناس في الرياضة والإعلام مش قادرين يقولوها انت قاعد في المكان ده غلط لو كابتل رضا عبد العال عايز يقدم برنامج كوميدي اعملوله يا جماعة برنامج كوميدي وخلصونا وريحونا احنا إنما استمرار الكلام ده هو شيء يسيقل الرياضة المصرية ويسيقل إنجازات الرياضة المصرية وطول الوقت بيشدك لتحت عشان كده بقول الرياضة المصرية مفترض ما يكونش فيها مكان للهجاصين تعيش برنامج كوميديا وزان بالكوميديا ايه لا مع نفسه بقى اللي بتفرج عليه بقى ليه جمهور كتير اسمع مني عجبتني مكانك مش هنا انت مكانك فوق لا بلاش ده عفودي يعني الحقيقة ده اعتدنا عليه من كابتل رضا عبد العال والحقيقة الرسالة واضحة الرسالة واضحة الأكواد الإعلامية مهمة جدا الالتزام بالمهنية مهمة جدا الحساب للمخطئ مهم جدا لكن إن الموضوع كده متساب في متساب أعتقد بيدور بجيل كبير جدا وأجيال ممكن تطلع فتلاقي ده النموذج وتلاقي ده النموذج اللي بيخليه قاعد في الاستوديوهات طب وليه لا ليه ما كونش رضا عبد العال وانضم لكتيبة الهجاصين وناس كثيرة بتقلده فهم طبعا وانضم لكتيبة الهجاصين واعمل مشاهدات واعمل شهرة واعمل شعبية يا جماعة خلاص خلاص كفاية يعني كفاية يا ريت نتوقف عن مثل هذه الأمور فيه أعلميين بنوعد ننتقدهم ونبقى في النهاية عنده حاجة حتى لو الحاجة اللي انت مختلف معك في النهاية ممكن يكون تلعب حاجة كويسة في وقت وقت عمل حاجة نجح فحياته نجح كويس كابتل رضا عبد العالمين بعد ما هو لاعب مفيش مفيش الحاجة نروح لنجمة آخر في الإعلام الرياضي المصري الحالي وأيضا عنده قدرة رهيبة جدا على أنه يثبت أنه ما عندهش بعد نظر على الإطلاق فبالتالي بيدرب مصداقية قراءه في وقتها يعني لما يجي تكلم عن أنه لاعب زي طرق حامد أفضل من كانتي يا جماعة هنا نهزر مع كامل احترامنا طبعا بقيمة كابتن طرق حامد ولكن الموضوع فنيا صعب ولكن حتى لو أنت ما سمعتش منه قراء سابقة ممكن تقول إيه عنده بعض نظر لكن لما تسمع منه الرأي اللي احنا جايبينه ده هتعرف أن الدنيا صعبة جدا وأنها كلها أخبار أو ترندات بتتعمل من أجل المشاهدة خلينا نشوف أحمد حسان ميدو ويبقى تحدث عن بير سيتاو في الفيديو ده أنا بقول لكم أنا عارف أن القطاع الناشئين في النادي الأهلي بيدار بشكل جايج جدا وعندهم سيستم لو النادي الأهلي إدى فرشة لثلاثة أربعة لعيبة صغيرة من ولاد النادي والله هيبقى أحسن من أي لعيب بييجي من بره أي جناح هيجي بولد صغير في النادي الأهلي وينج رايت هنقول لكم اسمعوا كلامي هيبقى أحسن من بير سيتاو عنده شخصية الأهلي ومش بتكلم عن بير سيتاو بس هو بمنتال أمانة احنا الحمد لله بسمعش كلامة والله يكون فعون اللي بيسمع كلامك والحقيقة احنا متطمنين للي بيسمع كلامك ومحتاجين انه يفضل يستمر في انه يسمع كلامك عشان نقدع عن منافسة المحلية خالص لو تواجدت الحقيقة لكن قصة ان انت تديني العسل قطاع الناشئين والشباب والثلاث شباب اللي يطلعهم من قاعد الناشئين بس تديني بقى السم اللي انت عايز تحتاجه اللي هو نضرب بقى في بير سيتاو ومش بس بير سيتاو نضرب في أي محترف الكلام ده هتقول لي كان في بداية الموسم هقولك اه كان في بداية الموسم بس الموسم الماضي بير سيتاو نها معانا الموسم وهو عنده 8 مساهمات في دوري ابطال افريقيا البطولة اللي خدنا فيها المركز تاني بمشكلة الوداد اللي تكلمنا فيها 8 مساهمات في بطولة دوري ابطال افريقيا 2022 3 اهداف و 5 أسست البطولة الحالية اللي كان عاوز يخلينا نطلع 3 ناشئين يلعبوا وينجرات أي واحد منهم على حساب بير سيتاو عمل 10 مساهمات 5 اهداف و 5 أصناعة الكلام ده ممكن لما تيجي تحطه على معيار المقارنات تقول ما يمكن يا عم في حد معدي القصة دي هقولك لا البطولة اللي فاتت فيه لاعب عدت 8 مساهمات يعني بير سيتاو الأعلى مشاركة فيه الأهداف في البطولة الماضية ولا البطولة 2023 أيضا السابقة دي حد وصل لعشر مساهمات بل إن عشر مساهمات رقم لم يصل إليه لاعب في النادي الأهلي منذ جيلة بوتريك ورقم بوتريك بير سيتاو وصل لعشر مساهمات في بداية الموسم ده كان كابتن أحمد حسان ميدو بيقول لنا اسمه الكلام طلعوا ناشئ من قطاع الناشئين يلعب على حساب بير سيتاو بالتالي لما يجي الكابتن أحمد حسان ميدو يقول طرق حامد أفضل من كانتي وحتى لو قال كانتي أفضل من طرق حامد هتقول لا نستنى أكيد أكيد اللي شايف ناشئ أفضل من أفضل لعب في البطولة وأفضل لعب داخل كارة أفراق حالان بلا منازع بير سيتاو أكيد يعني يا فارس ما ينفعش ناخد رأيه خالص بصه أكيد اللي شايف بير سيتاو يعني أكيد ميدو وهو شايف بير سيتاو أي ناشئ في النادي الأهلي أفضل منه وأكيد اللي شايف بير سيتاو لا يصلح ولاعب اللي جايلك من الدورة الإنجليزي واللعب في أندر لخت واللي ليه مسيرة جيدة جدا وفي منتخب جنوب أفريقيا ليه قيمته لما يشوفوا أنه هو أقل ناشئ في النادي الأهلي أفضل منه يبقى أكيد شايف نفسه عالمي يعني أكيد بمقاييسه شايف نفسه عالمي واللي عايز أقوله ثق في حاجات كتيرة جدا في الدنيا دي ليس من بينها أرأى كابتن أحمد حسان ميدو الفنية إطلاق يعني خطها قاعدة كده ثق في حاجات كتيرة في الدنيا دي ليس من بينها أرأى كابتن أحمد حسان ميدو الفنية اللي شايف طارق حامل شايفك بتضررنا أفضل من كانت شايفك بتضررنا لا ده أنا هقول لك خلي ناس تصق في رأيه ده أنا هقول لك حاجة طي الراجل ده في يوم من الأيام أصلا إحنا عاملين فكرة برضو فيها شيء عبسي اللي هو إيه الراجل ده الأوباما أحسن من برونو سيلب برونو فرناندز الراجل ده الأوباما أحسن من فرناندز في منشستر يونايت فأعتقد وإنت طبعا جالك في المنطقة بتاعتك مش أتقل نعم جال في المنطقة دي فيها مناطق يعني أعتقد التقييم الفني لبير سي تاو لو إحنا خدناه منه وأنا عايز أقول حاجة أنت تخيل لو إحنا احتمدنا يعني كان كابتن أحمد حسان ميدو موجود في لجنة فنية تخص الأهلي وده طبعا يعني مستحيل يعني نادي الأهلي بيختار بطرق علمية يعني ولكن تخيل كان موجود كان زمان الأهلي محاجدش دورة أبطال أفريقيا يعني عنده عشر مساهمات في دورة أبطال أفريقيا وهو من أهم أسباب تحقيق اللقب فزي بقى ما أنت هنا قلت ربنا يبارك لكم يعني اللي موجود بيخطط له مستقبله كابتن أحمد حسان ميدو الله يبارك لك يا عم روح شيل الشيلة إحنا بندقيلك يعني ملناش علاقة ولكن لنا علاقة لما الكلام يبقى يتعلق بالنادي الأهلي ولعبين كمان ميدو كان عنده رأي في ياسر إبراهيم قبل أو في بداية مسيرة كولر ياسر إبراهيم اللي كان بيلعب في نهاي أفريقيا وكان من أهم اللاعبين زهابا إيابا طبعا وفي مراحل كتير جدا مهمة تعالوا نشوف تقال عليه غيابات الأهلي الأهلي عنده غيابات بعضها للإصابة بعضها فني وقرارات فنية لكولر ياسر إبراهيم لأسباب فنية الرجل مش مختنع بي واضحة هناك أول ماتش في الدورة وماتشاط اللي فاتت ما بتاخدش العيب مش مختنع بيه في التمرين برضو كان زمان ياسر إبراهيم مش معنا في النهائي يعني الفكرة أعتقد إعلاميا كانت واضحة جدا ردينا واتكلمنا في أمور كتير جدا أعتقد مبروكة وسامة علينا مبروكة فارس ومبروكة على كل جماهير النادي الأهلي ومبروكة على مجلس دارة النادي الأهلي والجهاز كل منظومة الأهلي الحقيقة بطولة صعبة ولكن مفرحة جدا الحمد لله مبروكة للنادي الأهلي من أول كابتن محمود الخطيب مرورا بكل منظومة النادي الأهلي لحد أصغر مشجع أهلاوي من يوم مبروك وإنت بتشجع النادي الأهلي قعد حاطة رجل على رجل وشوف جمهور الرجاء وهو بيقول له جمهور الوداد ستلنا وجمهور الوداد بيقول له ده انت خرجت آخر بطولتين من دور التمانية على إيد الأهلي شوف الناس اللي بتشجع فرق عشان تحلم إن هي تطلع النادي الأهلي من البطولة شوف مجدك واللي بيشجع الأهلي حياته فرحة ففرحة